اشتركوا في القناة او قبل الاسبوع عشر ايام كمان الناس كلها كانت بتقول كنا نصح الصبح لا بيقول يا جماعة ومسيماني هيمشي امتى ومسيماني الاهلي لازم يمشي مش ده الكلام اللي كنا بنسمعه ما قبل كأس العالم لغاية ما بعد كأس العالم بشوية كمان من بعض القنوات ومن بعض المنصات الاعلامية طبعا كلهم معروفين بالاسم لهم ما بيشجعوش النادي الاهلي او ما بيحبوش النادي الاهلي او ما بيحبوش الخير للنادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي عارف الكلام اللي انا بقوله ده كويس جدا ولكن خلال هذه الفترة كل الناس كانت بتتكلم ان يلا بقى مسيماني بيسخنوا جمهور او بيسخنوا بيعتقدوا انا آسف بيعتقدوا ان هما بيسخنوا جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته على هذا الرجل اللي هو بيتسو موسيماني إذا كان هناك ما يستحق الانتقاد قناة النادي الأهلي بالمناسبة بتنتقد ما عندناش أي مشكلة في هذا الأمر ولكن عمل على بطال وكل يوم صبح ودهر وبالليل وبدون مناسبة حتى في وقت الإنجاز ممكن يحصل كده أعتقد أن ده يمثلك علامة استفهام كبيرة جدا لما تلاقي الموضوع ماشي في هذا الاتجاه ولكن لما تلاقي الموضوع ماشي في اتجاه إن إحنا النهاردة الرجل ده كويس فنقول عليه كويس النهاردة الرجل ده وحش فنقول عليه وحش طبيعي جدا مفيش أي مشكلة ولكن صبح دهر بالليل كازبان خسران متعادل ما عندناش أي مشكلة راجع من ثالث العالم اثنين كاس أفريقيا ورا ابعض اثنين دوري قبطل أفريقيا ورا بعد اثنين كاس علم مع بعض ورا بعض او ثالث كاس علم دورتين متتاليتين ولا كل ده مش فارق هو اللي فارق إن هذا الرجل لازم يمشي من النادي الأهلي هذا الرجل لازم يمشي من النادي الاهلي طبعا ده من بعض من لا يشجع النادي الاهلي رحيم في هذا الاتجاه زي ما قلت لحضراتكم هم ناس كلها تشتغل في بعض القناوات معروفين بالاسم معروفين ان هم ما بيشجع طول عمرهم مش حاجة جديدة يعني ولكن ممكن جدا ما كنش بشجع النادي الاهلي ولكن اذا كنت بشتغل في قناة محايدة او في منصة اعلامية محايدة لازم لما اجا تكلم اكلم بالحياد طبيعي جدا ما ينفعش ان انا اطلع اقول او اطلع او اشخصا الامور من جوايا على اللي بيحصل في النادي الاهلي مش عشان النادي الاهلي هو الافضل في كل شيء لازم ان انا اقول ان النادي الاهلي ده اصله يحتاج الى وحاول اوقع فيه وحاول اهز فيه وزق فيه وعمل فيه الكلام ده كله مش هتعرف صدقني مش هتعرف طول ما فيه جمهور النادي الاهلي 70-80 مليون اهلاوي في مصر في مصر بس خلينا اكلمك على مصر بس هتلاقي 70-80 مليون اهلاوي قفين ضدك هتلاقي 70-80 مليون اهلاوي طبعا غير المنصات الاعلامية للنادي الاهلي واللي تمتلك قوة بالمناسبة عارفين اللي احنا بنمتلك قوة عارفين اللي الناس كلها بتوقع تتفرج لانه عارفين ان احنا عندنا جمهور 70-80 مليون اهلاوي وجمهورنا الحمد لله بيثق فينا بشدة خلال الفترة الاخيرة تحديدا لان احنا بنثق فيهم وعمرنا وابدكدب عليهم وعمرنا بنقول لهم على الاقل بنقول لهم الاشياء طبعا في حاجات زي ما حضراتكم عارفين هي مش من مصلحتنا ان احنا نقولها ومش من مصلحة النادي الاهلي ان احنا نقولها ولكن دائما بنبقى كل المنصات الاعلامية للنادي الاهلي والمنصات الرسمية التابعة للنادي الاهلي دائما تلاقوا بتتكلم فيما يخص مصلحة النادي الاهلي ولذلك فانا بعتقد ان اللي بيحصل هو توجه معين علشان الرجل ده الرجل اللي حضراتكم شايفينه ده يمشي ليه؟ لانه بيكسب فرق معينة على طول لغاية دلوقتي محدش عارف بكرة في ايه ولكن بيكسب كل المنصات الكبيرة بيكسبها عشان محدش يخدني في حتة واحدة كل المنصات الكبيرة بيكسبها كل المنصات الكبيرة بيكسبها هما دول الفريقين او ابطال قراتهم هما دول اللي كسبوا النادي الاهلي هما دول اللي كسبوا النادي الاهلي بطل قارة اوروبا وبطل قارة امريكا الجنوبية بس والظروف ممكن نتكلم فيها من النهاردة لليومين تلاتة اللي جايين ولكن لما نيجي نتكلم يا جماعة يجب ان يكون هناك منطق في الكلام وكلامي انا بيوجهه لبعض من لا يشجع نادي الاهلي طبعا مش لجمهور النادي الاهلي ان الجمهور النادي الاهلي بيحب فريقه بيحب مدربه بيحب ناديه اذا شاف ان الفريق بيحتاج لهزة بينتقد انتقاد ايجابي ده احنا بنشوفه لصالح الفرقة ولصالح النادي وده انا متأكد منه لانه بشوفه على الجروبس مثلا على سوشال ميديا بتاعت النادي الاهلي وطبعا انا ببقى عارف مين الاسماء اللي بتهد ومين الاسماء اللي بتبني ومين الاسماء اللي مش تابعة للنادي الاهلي ولا بتحب النادي الأهلي أساساً ولكن هي موجودة لمجرد أنها تهد فقط فالحقيقة طبعاً أنا ليه بلف اللفة دي كلها وبقولي الكلام ده كله لأنه أنا دلوقتي عايز أقول لك كلمتين الأول لما أجأ أقول هنا في هذا البرنامج أو في قناة الأهلي أن النادي الأهلي هو اللي بيقود كل الأندية حتى لو فنياً حبقى بأتكلم صحة بيقودها للتطوير يعني وللتحديث الناس كلها بلاش بيقود ولكن الناس كلها بتبص للنادي الأهلي وبتشوف النادي الأهلي بيعمل إيه؟ وتمشي وراه ده المثال أو الموديل اللي النادي الأهلي بيعمل والكل الأندية بتشوفه وبتحاول تعمله حتى فنياً أيها حتى فنياً كان فيه مدير فني أعتقد في التمانينات في التسعينات ولا في التمانينات؟ في نهاية التمانينات أوائل التسعينات اسمه بايتسا بايتسا ده كان المدير الفني للنادي الأهلي وقبل ما ييجي طبعاً كان مدير فني كبير في ألمانيا لأن النادي الأهلي لما بيجيب حد بيجيب الناس بايتسا لما جيه أدخل طريقة جديدة لعب بيها النادي الأهلي ثلاثة خمسة اتنين كان ساعتها ما فيش حاجة اسمها ثلاثة خمسة اتنين ومحدش يعرف يعني إيه ثلاثة خمسة اتنين على الكلام ده كله فايتسا دخل طريق ثلاثة خمسة اتنين كسب الدوري وكسبه قاعد وطلع لعبها صغيرين كتير لأن الطريقة متاح فيك أن أنت تعمل حاجة لأنها محتاجة حيوية خصوصاً من على الأجناب وكلام من هذا القبيل فلعب ثلاثة خمسة اتنين خلاص هو جي الراجل شاف فريقه يلعب بهذا الشكل لعب بهذا الشكل إيه اللي حصل إيه اللي حصل فايتسا مسك منتخب مصر بعد كده دي أول حاجة ثاني حاجة كل السبعتاشر فريق ساعتها ولا بقى شوف كانوا كام فريق ساعتها بقية الفرق اللي موجودة كلها شافت خمسة ثلاثة اتنين ولا ثلاثة خمسة اتنين ولعبت إذن النتيجة بتقول لنا إيه أن النادي الأهلي يقود الجميع فنية في كرة القدم يقود فنية قعد فايتسا كويس فترة كويسة مع النادي الأهلي مع متخب مصر نص منص تقريباً وبعد كده لو تفتكروا لما تلغى الدوري لكاس العالم تسعين ما هو ماشي مش هيشتغل وما فيش دوري وبتاع وكان متصدر الدوري في الوقت ده بالمنازمة خلاص قعدت فترة التسعينات والنادي الأهلي كانت مصر كلها كانت بتلعب بهذه الطريقة بعدين على بداية الألفنات وأعتقد أن الجيل كتير من حضراتكم حضر هذا القمر اللي أصغر مننا يعني شوية الجيل ده أو لما رجع منويل جوزيف أو لما جيه أول مرة منويل جوزيف 2001 عمل إيه؟ لعب أو أضاف طريقة جديدة للنادي الأهلي فمن أول 2001 لم ينجح أو نجح خد البطولة الأفريقية وكل حاجة دوري أبطال أفريقيا وخد السوبر الأفريقي ولكن ما خدش الدولة العام فمشي من النادي الأهلي وبعدين نرجع في 2003 2004 وجاب المجموعة اللي حضرتكم كل الناس عارفها أبو تريكا وبركات وجمعة وشوقي وحسن على مدر سنة تقريبا كانت كل الناس دي موجودة مع النادي الأهلي وأعماد النحاس ومجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الكبار في التوقيت ده لعبة كتير جدا جدا طيب عمل إيه؟ جاب اللعبة دي ومانويل جوزيف حط طريقة 3-4-3 3-4-3 بليبرو لأن هتكلم معاكوا دلوقتي برضو في 3-4-3-2 كان بيلعب بليبرو اللي هو كان أعماد النحاس لو تتذكروا في ذلك الوقت وكل مصر بعد كده لعبت بهذه الطريقة مرة تانية ولكن حتى المنتخب الوطني من 2006 بقى ل2010 حضرتكم عارفيني القصة 2006-2008-2010 خدنا بتولة أفريقيا بمين؟ بمعظم لعبت النادي الأهلي وكان هاني سعيد لو تفتكروا كان هاني سعيد وابراهيم سعيد وعبد الزهر السق المجموعة اللي كانت بتلعب طبعا بجانب وقى الجمعة وبقية اللاعبين الكبار الجيل التاريخي مش عايزة أقول أسمع عشان ما نساش حد فمانويل جوزي حد 3-4-3 النادي الأهلي استحوذ على البطولات من 2003-2004 بالغاية دلوقتي أعتقد حديد بيقعش مننا غير حاجات بسيطة يعني 5-6 سنين واحدة كده فهنا النادي الأهلي بيقود الكرة المصرية من الناحية الفنية خلاص؟ وبعدين من 10-12 سنة كده أو على أوائل الـ 2010-2011-2012 كل الطرق اتغيرت لـ 4-4-2 لغاية وقت قريب لغاية وقت قريب وبعدين إيه اللي حصل؟ السنة دي أو مع بداية هذا الموسم منولج آآ أنا أنسف آآ بيتسو أصلي منولج جديدة في القلب يعني على طول هتلاقوا الاسم الموجود بيتسو موسماني وهو في القلب برضو بيتسو موسماني بداية هذا الموسم غير الطريقة من 3-4-4-2 أو من 4-2-3-1 أو من أي 4-3-3-3 زي ما حالك عايز تقول وغير الطريقة لـ 3-4-3 بمشتقتها إيه اللي حصل؟ ها؟ قولوا بقى أنتو كل فرق مصر دلوقتي بتغير للـ 3-4-3 وأكبر الفرق أنا مش عايز أقول أسماء ولكن كل الفرق تقريباً اللي بتلعف البطولات الأفريقية اللي 4 فرق الأهلي طبعاً والزمالك والمصري وبيراميدز الثلاثة بيلعبوا المصري تقريباً نفس الكلام برضو بيلعبوا 3-4-3 بيراميدز النهاردة بيلعب 3-4-3 الزمالك مبالح بيلعب 3-4-3 بقية الفرق في الدوري بتقلب دلوقتي بتخلي 4-4-2 وكل حاجة ولكن بترجع واحد من نص الملعب اللي هو زي حمدي فتحي كده نفس الطريقة ما حدش عنده حمدي فتحي طبعاً ولكن كله بيحاول أن هو يعمل هذه الطريقة ما فيش ستوديو واحد في مصر يوحد يعني مش عالف أقول إيه ما فيش ستوديو واحد في مصر كلها يقول الكلمتين دول إده رجل حقه يا جماعة ممكن يمشي على فكرة آخر السنة ما حدش عارف في بعض الأخبار اللي انتشر بتقول إنه هو عقده انتهى وانتفق النادي الأهلي هل ده طلع برضو بمقصين يعني هل ده طلع رسمي على في المركز الإعلامي أو من خلال قناة الأهلي لم يحدث أي شيء حتى الآن عشان نتكلم على حضراتكم فيه لم يحدث أي شيء رسميا ما بين بيتسو موسماني والنادي الأهلي نقدر نتكلم فيه مع حضراتكم أي قرار حيطلع سدقوني سدقوني حيتم الإعلان عنه من خلال قناة الأهلي ومن خلال منصات الأهلي منصات الأهلي الإعلامية كل الكلام ممكن تكون واحد عنده اجتهدات معينة أو شروط أو حاجات معينة أو بعض المعلومات اللي هو عارفها فبيقولها وممكن تكون عندي بس مش حقدر أقولها فالحقيقة خلينا ننتظر الأيام القادمة إيه اللي حيحصل فيه موضوع بيتسو موسماني بيتسو موسماني ولكن في نفس الوقت أنا عايز أعرف أرجع لنقطة دي بعد كده أو اللي كنت بتكلم فيها مع حضراتك في بداية التسعينات أواخر التمينات وبداية التسعينات غير شكل كرة القدم المصرية منويل جوزيه في بداية الألفينات 2003-2004 بغاية بقى 2010-2011 تكلم زي ما أنت عايز تتكلم غير شكل كرة القدم في مصر حتى طريقة اللعبة أصبحت أن أنت تتحضر من وراء من عماد النحاس والجمعة شادي محمد أحمد السيد إسلام سيد معوض جلبرت والله رحمه محمد عبد الوهاب وتبتلت تطلع على بقية اللاعبين بقى واحدة واحدة طريقة اللعبة كانت كده ساعت أن بتتدرج من وراء الأدام واحدة 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 لغاية لما بتلدع وبتجيب الجن الأولاني والتاني والتاني ده استحواز ففايتسا في أواخر التمينات أوالي التسعينات عمل كده أنا مكنتش موجود في أوالي التسعينات ما عرفش أقاله ولا مقالوش وقابله هيدكوتي بس أنا قلت أجيب للأقرب يعني بعد كده مانويل جوزي عمل كده فأنا كنت في الملعب ما كنتش عرف ما كنتش بشوف السوديات التحليلية بتقول إيه طب دلوقتي عندنا 500-600 ستوديو تحليلي وعندنا 500-600 ستوديو وبرنامج هذا الرجل العبقاري طبعا مانويل جوزي أسطورة كرة القدم في النادي الأهلي للي ما يعرفش يعني سوقة مانويل جوزي طيب دلوقتي في 500 برنامج رياضي وفي مليون أي حاجة قول اللي انت عايز تقوله ولكن هل في حد طلع قال إن موسيماني يستحق التحية علشان هو غير طريقة لعب النادي الأهلي ومشي وراء الجميع بعد كده ما عنديش مشكلة أنا ما بديقش لما لاقي إن مدير فني في نادي آخر عمل حاجة والنادي الأهلي عملها نادي الأهلي على فكرة كترق العشري مثلا عمل 4-4-2 وبنقول هذا الكلام لغاية دلوقتي وفي ناس بعد كده كانتش الأهلي منهم في ساعتها ولكن في ناس كررت التجربة بعد كده ولكن 4-4-2 طريق العشري مع حرص الحدود بقى شوف من كام سنة اجتهد واشتغل وقلنا هذا الكلام ولكن هو موسيماني لما يكتهد بتبقى وحش موسيماني لما بيكتهد ويغير طريقة لعب دلوقتي كل الدوري المصري معظم بلاش كل معظم الدوري المصري رايح لهذه الطريقة مرة تانية وان عارف يعني بنسأل وبنسأل وبنشوف بلاش بنسأل بنشوف في التلفزيونات مين اللي بيلعب ايه وعندنا خبرة الكروية تخلينا نقدر نشوف اللي بيحصل ايه لكن ما فيش حد واحد ربنا يطلع يقولك ان الموسيماني يستحق التحية لانه لعب كذا فغير شكل الاداء وبالتالي عمل تأمين زيادة وزود الناحية الهجومية بواحد زي حمدي فتح يطلع من وراء القدام علشان يساند يساند في الناحية الدفاعية ويساند في الناحية الهجومية او ياخد الكرة من وراء القدام ويطلع بيها ويبقى شكل الفريق حلو ما حدش يطلع يقول الكلام ده ابدا لكن احنا بنقوله وحنقوله بنقوله وحنفضل نقوله ما عنديش اي مشكلة الراجل قعد الراجل مش انا ماليش دعوة انا بتكلم عن النادي الاهلي والموديل الفني للنادي الاهلي مهما كان اسمه فاللي انا بشوفه الحقيقة من فضل حضراتكم وللمرة المليون بقول هذا الكلام ابدو راجل حقه بس الراجل وحش قوله ان هو وحش الراجل كويس قوله ان هو كويس الراجل غير طرق لعب معينة لفرق وخل الناس تفكر بهذه الطريقة قوله هذا الكلام يستحق اه يستحق ممكن نقوله اصله في مطش السودان لعبة ما كانوش كويسين قوي في مطش الهلال الاخير ده والدنيا ما كانتش ماشية كذا 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 ولكن نقول ان الفريق رجع من تلت عالم ونقول ان الفريق على الرغم من الادارة الكرة في النادي الاهلي قفلت على الفريق بعد مباراة كاس العالم وانا قلت لحضراتكم ازاي اللي كان المفروض نبقى فيه احتفالية هنا في قناة الاهلي ولكن اتقفلت على الاحتفالية اتقفل على كل اللاعبين وكان الغرض الرئيسي فيه بداية مشوار الحداشر او البطولة رقم حداشر من مباراة الهلال اللي هي اتعادلنا فيها الاخيرة دي بداية جيدة ودالة حصل بداية جيدة بالنقط الأداء ممكن بقى نروح ونيجي ونتكلم ونقول اصلاه كان ثلاثة الدور دنيا حر دنيا مش عارف ايه اللي طوبة عاملة اصلاحنا راجعين من ثلاثة العالم الطموح اللي عندك لازم يزيد شوية كلاعبين اللاعبة محتاجة كانت تعبانة ورجلها تقيلة جداً في الملعب كل ده نقدر نقول ونقدر نتكلم فيه ونقدر ننتقد فيه ما عنديش مشكلة انتقد وقول وانا هنا برضو انا ما بحجرش على كلام حد ولا على طريقة حد ولا على رأي حد ولكن من حقي ان انا اقول ان يا جماعة من فضلكه ادو راجل حقه ادو المدين الفني للنادي الاهلي حقه ولا هو يبقى شعر اصفر ونعمله شعر اصفر طب ما احنا ممكن نجيبه بعد كده لما جيبه مرة راح باسأله هذا السؤال ندهله او نخليه يعمل كده ندهله شعر اصفر وعندنا هنا المكير هايل نقدر نعمل كده معاه ندهله شعر اصفر ونخليله عنه خضرة علشان الناس تتكلم عنه كويس ده في فرق المداربين بتقحة بس لمجرد انهم اوروبيين او مش مصريين ولكن من الناحية الاوروبية يقولك ايه اصله هو تعادل او تغلب عشان هو كان بيجرب طريقة لكن المسلمين لما يتعدل ولا يتغلب لانه مدرب فاشل مش عشان بيجرب مثلا ولا حاجة فانا بقول لحضراتكم ان هذا الرجل دائما النادي الاهلي يقود كرة القدم المصرية الى الطريق الصحيح وده اللي احنا بنشوفه وده اللي احنا بنتكلم عنه اهو هذا الرجل يستحق ان احنا نقول ان فيه اشياء بتحصل جيدة فيه اشياء بتحصل في النواحي الفنية جيدة نقدر نتكلم عنها ونقدر نقول ونقدر نعمل وفي النهاية انا اللي يهمني ايه بعد كل الكلام اللي احنا عمليين نقول ذا ان انا اخد دوري وكاس وبطولة افريقيا وارجع لعب في كاس العالم السنة الجاية واخد فضي ودهبية او فضية وده الهدف اللي النادي الاهلي بيمشي فيه وده الهدف المعلن من امتى يا اسلام من بعد نهاية مباراة الاخيرة امام الهلال السعودي مسيماني في المؤتمر الصحفي قال ايه انا عندي تكليف من الادارة ان انا نجي السنة الجاية والعب في كاس العالم للاندية واخد يا ذهبية افضية وانا هشتغل على ده من دلوقتي هو ده هو ده كلامي اللي تقال وبالمناسب انا فخور جدا ان انا رجل انتمي لهذه القارة الافريقية مهما كان لوني ومهما كان جنسي ولكن انا فخور ان انا بتمي بالقارة الافريقية وفخور ان انا عندي مدير فني بينتمي للقارة الافريقية وحفظ الوقف في ظهره وبيعمل تجربة نجحة بهذا الشكل قولوا بس ان التجربة نجحة هو ده اللي انا عايزكم تعملوه المفروض الكل يفتخر بهذا الامر مش اي حد تاني عشان شعره اصفر وعني خضرة يقول لك اصلا هو بيجرب او بيعمل ولكن لما تيجي على مسيماني تقول اصلا هو لا مدرب وحش على طول بسم الله الرحمن الرحيم مدرب وحش مسيماني مدرب وحش خش في اللي بعده اي حد تاني ممكن يكون بيجرب ممكن يكون الاجهات سبب ممكن يكون مش عارف ايه سبب لكن ان هو مسيماني لا لا ده وحش لازم يمشي بالاهل انا بشوف حاجات غريبة جدا والله معرفش هالجمهور الاهلي معايا في هذا الامر اعتقد ان الجمهور الاهلي معايا لانه كل المكالمات اللي بتجيلي او انا لما باجي اطلع اتكلم في موضوع باطلع اتكلم فيه ليه باطلع اتكلم فيه لانه بلاقي الناس كلها بتتكلم فيه الناس كلها عندها يعني ممكن يكونوا احنا بنا وبن بعض جوانا كده بننتقد موسيماني مفيش مشكلة ننتقد ننتقد اداء مباراة ننتقد كذا ننتقد كذا ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر زي ما قلت لحضراتكم فيسا غير وتقال ان هو غير مانويل جوزي غير وتقال ان هو غير ليه موسيماني ما بتقالش ان هو غير ليه موسيماني ما بتقالش ان هو نجح مع النادي الاهلي على فكرة موسيماني ينتهي عقده نهاية هذا الموسم بعد نهاية هذا الموسم ممكن جدا يمشي محدش عارف ايه اللي هيحصل بكرا ممكن يجدد ممكن يمشي لسه ما بنش لكن في النهاية نجح نجح في النهاية استفاد من النادي الاهلي طبعا استفاد من النادي الاهلي ما فيش حد بيخش النادي الاهلي وما بيستفدش حب جمهور لو انت بتاخد عشرة جنيه في النادي الاهلي لو مشيت من النادي الاهلي انا مش بكلم على بيتسو موسيماني ولكن انا بتكلم على اي حد دخلت النادي الاهلي خرجت من النادي الاهلي حاجة تانية منوال جزي دخل النادي الاهلي خرج من النادي الاهلي حاجة تانية وخد على ده كتير وخد ده من ده كتير الرجل اللي كانت شغال بيسيرو المدير الفندي للنادي الاهلي السابق او الاسبق لما قال لك أوحش قرار أو قرار أكتر قرار ندمت عليه في حياتي وانا نسبت النادي الأهلي رغم ان هو ساب النادي الأهلي ليه عشان بورتو البرتغالي اللي بينافس في دوري أبطال أوروبا في ذلك الوقت والله انا مشان اللي قلت هذا الكلام هو اللي قاله ممكن حضراتكو تروح تشوف عشان ما تقولوش بس ان هو اللي قال الكلام ده بسيرو فقدوا لمسيما ايه حقه مفيش مشكلة مفيش مشكلة ان احنا نقول ما عندناش مشكلة ان احنا نقول ان المسيماني كويس او مفيش مشكلة لو قلتو هذا الكلام ومعاي برضو اليويفا لايسنز اللي هي اليويفا برو لايسنز اللي هي أعلى شهادة التدريب في العالم زيه زي تخل زي جوارديولا جوارديولا بالمناسبة اللي اتغلب بين توتنام مبارح والأول مبارح ادو لراجل حقه ده اللي انا بطلبه وده اللي انا اتمنى ان انا نشوفه لانه مهم جدا 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 كل واحد بيشتغل بيبقى عايز يشوف نتيجة شغله طيب مهم جدا للاول عندنا جدول وعندنا مباريات كثيرة جدا جدا خلال هذه الفترة خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن جدول مبارياتنا الاهلي خلال الفترة القادمة وهو جدول مزدحم جدا وبعد كده نرجع نتكلم عن هذا الامر لا وقت لأي احتفال فرغم الحصول على برونزية كأس العالمي للاندية الفين وواحد وعشرين الا ان جدول مباريات الاهلي منذ عودته الى القاهرة لم يترك اي مجال للاحتفالات وبعد التعادل مع الهلال السوداني في السودان سلبية في مستهل مشوار الاهلي بدور المجموعات لدور ابطال افريقيا نافي حملته لاستعادة لقب الدور المحلي بمواجهة مصر المقصة مساء ثلاثاء وبعد المقصة يأتي الدور على سانداونز الجنوب افريقي مساء السبت المقبل في دور الابطال ثم مواجهة جديدة ضمن منافسات الدور الممتاز امام فاركو يوم الاول من مارس ونعود مجددا الى دور ابطال افريقيا بمواجهة المريخ السوداني الشقيق يوم الخامس من مارس قبل مواجهة بيرامدز في الدور الممتاز يليها صدام جديد مع سانداونز خارج الديار ثم المريخ السوداني من جديد مواجهات قوية وتوقيتات مضغوطة في رحلة المارد الاحمر للدفاع عن بطولاته ومواصلة مشوار الانتصارات اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين ده تقرير عن جدوه المباريات النادي الاهلي خلال الفترة القادم اقول ايه اقول ايه لانه كل تلت يام مباراة ويمكن وخلال التلت يام دول حضرتك بتسافر وتيجي او النادي الاهلي بيسافر ممكن يسافر اسكندرية ممكن يسافر بقى زي ترتيب المباراة مع حضرتكم شفتوا كده ممكن يسافر جنوب افريقيا ويرجع مفيش غير المريخ كويس ان انت هتلعب المريخ هنا كمان المريخ السوداني اللي خلاص هيلعب مبارااته هنا وعلاقاته الديه هو اللي طلب ان هو يلعب هنا فخلاص اوكي ماشي ده هيرياحنا شوية ولكن تخيل حضرتك كل تلت يام مباراة ممكن اروح اسكندرية ممكن اروح السويس ممكن اروح هنا ممكن اروح هنا ممكن اروح هنا وما بين هذه المباراة انا هسافر جنوب افريقيا لأخر دولة في جنوب افريقيا في القرى الافريقية في القرى الافريقية وبعدين هرجع تاني عشان نلعب مباراة تانية بعدين بيومين موضوع صعب جدا جدا على اللاعبين في بعض الاوقات من عشان كده بقولكو موسيماني لما نيجي نتكلم عنه لازم نديله حقه لازم نقول موسيماني ده مدرب جيد ومعه ادارة كرة جيدة ليه بتقول الكلام ده اقول اختاره طبعا ليه بقول الكلام ده هقول لحضرتك ليه لانه موسيماني مية في المية انا معرفش ولكن مية في المية هيحتاج كل اللاعبين خلال الفترة اللي جاية ما هو ده طبيعي عم اسلام لا مش قصدي كل اللاعبين قصدي كل اللاعبين اللي موجودين في القائمة والناشئين او الشباب اللي لعب بيوم في كاسر ربط ليه بتقول كده لانه انا الفترة اللي جاية كل يومين ثلاثة مباراة طيب هلاعب مين ومش هلاعب مين مين تعبان ومين مستريح هل عمر السلية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ومحمد شريف يمكن محمد شريف اقلش وعشان ما لعبش كل المباراة وايمان اشرف هل اللاعبة دي هيبقى زيها زي بقية اللاعبين اللي ملعبوش اربع خمس او ملعبوش سبع مباريات مع منتخبنا الوطني لا طبعا لا طبعا لان الست سبع اللاعبين اللي كانوا موجودين دول عملوا ايه مع المنتخب الوطني راحوا لعبوا مع النادي الالي في كاس العلم للاندية لو حضراتكم تتذكروا انا بس ما بحبش الناس تنسى انا ما بحبش الناس تنسى علشان انا شايف ان في وكل واحد حقه كل واحد من حقه يقول وينتقد الاداء ويعمل كل حاجة ولكن احنا بننسى احنا بننساش انا مش عايز حد ينسى الكلام اللي احنا بنقوله ده علشان انا هرجعله بعدين هرجعله بعد شوية مش النهاردة ولا بكرة ولا بعده خلال الاسبوعين ثلاثة اللي جايين عندنا سبع لعبين بلعبوا مع منتخب مصر ست لعبين او سبع لعبين بلعبوا مع منتخب مصر خلصوا يوم سبعة احنا لعبنا يوم تمانية مباراة هم جوم يوم سبعة بالليل ولعبوا او معظمهم لعبوا يوم تمانية وبعدين ريحنا يوم او يومين وبعدين لعبنا مباراة الهلال السعودي رجعنا ريحنا أربع خمس ايام وبعدين سافرنا مفيش أربع خمس ايام رجعوا السبت رجعوا الحد الاثنين والثلاث الصبح كانوا مسافرين الهلال السودان قعدوا الثلاث والأربع والخميس ولعبوا الجمعة الساعة تلاتة الضهر ورجعوا يوم الجمعة الساعة 11 بالليل أو 12 بالليل مبارح كان السبت النهاردة الحد بكرة الاثنين مباراة يوم الثلاث أمام فريق مصر المقاصة بالدولة العام المصري فأنا اللي بقول لحضراتكم ان ما يحدث ان هذا الرجل بيتسو موتسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يستحق ان احنا نقف في ظهره خلال هذه الأيام ما يستحقش الجلد اللي احنا بنشوفه ما يستحقش ومعظم اللاعبين او كل اللاعبين لا يستحقوا هذا الأمر ممكن جدا ننتقدهم جدا ان احنا لكن يا جماعة احنا ندخلنا على فترة صعبة جدا 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 هذه الفترة او الفترة القادمة بالمناسبة لا تحتاج الا الدعم والمساندة وانتها تقعب بقى يا عم اسلام كل شوية تقولنا الدعم والمساندة ايوة ما هو انا دوري مش انا انا كمشجع اهلاوي ان انا ساند فريقي وادعم فريقي في الوقت اللي حضراتكو زي ما انتو شايفين معظم الفرق بتتهافت على طريقة لعب النادي الاهلي وبتبص النادي الاهلي بيلعب ازاي وتمشي معاه ان معظم الفرق اللي بتلعب في افريقيا يعني الاربع فرق اللي بيلعب في افريقيا اهلي زي مالك مصري بيرامدز هيبقى عندهم الفترة اللي جاءة صعبة جدا 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 فيه الدوري لان انت بترجع من السفرية بتلعب بعدها بتلات يام مباراة بتخلص زي ما حصل اهو انا رجعت الجمعة بالليل حلعب التلات ريحت سبت وحد واثنين على الاعتبار ان السفرية هي يعني ايه قريبة يعني كنا نقول للسودان تلات ساعات ولا ساعتين وشوية السفرية بتاعت جنوب افريقيا دي اللي في اخر الاستوديو اللي في اخر القرى الافريقية دي سبع تمن ساعات بقى وقعدت الطيارة وانتوا عارفينوا قعدت طيارة تبقعد عمل ازاي وركبك كل اللي انت عايز تقوله قوله طب النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية يحتاج الى ايه يحتاج الى المسندة والدعم الدائم لللاعبين مع ان احنا نفوقهم دايما نفوق اللاعبين دايما مع بعض بمعنى يا جماعة النهاردة اسلام وحش يا جماعة اسلام كويس اه ولكن يحتاج الى ان انت تزود سرعتك شوية تريح شوية تزود تزود عدد ساعات نومك شوية تاكل اكتر شوية لان الفترة اللي جاية دي فترة صعبة الى ما بعد رمضان تقريبا يعني الى ما بعد رمضان انت بتلعب كل يومين تلاتة ماتش ما بينهم كاس العالم او تصفيات كاس العالم وده ضغط عصب كبير جدا والنادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين انا ولا حقول بيضح عشان الناس بتاخد كلامي ده بتقعد ولا بيضح ده وجب الوطني بيعمله دائما الوجب الوطني بيعمله بانه بيبقى عنده عدد كبير من اللاعبين بيلعبوا في المنتخب الوطني ومية في المية العدد حيزيد قبل مباراة كاس العالم تصفيات كاس العالم امام السنغال لانه هتلاقي مثلا ان انت بحتاج باكرايت هتاخد محمد هاني ان انت محتاج حد تاني في جنب محمد عبد منعم ممكن جدا نلاقي واحد زي محمد مجدي افشا بيرجع مرة تانية اذا استعاد مستواه ولعب المباراة اللي جاية احمد عبد القادر ممكن جدا يخش في الفترة اللي جاية فعندك 3-4 لعيبة على الـ 6-7 اللي موجودين دخلنا في 7-8 او 19 لعبين وبالتالي يكفي الضغط اللي موجود على اللاعبين وانا رايح هلعب السنغال في السنغال او مباراة في مصر ومباراة في السنغال كيف الضغط العصبي ده ممكن يعمل في اللعب ايه فالنادي الاهلي واجب الوطني واجب وطني ما بقولش حاجة تانية الواجب الوطني فبالتالي انت هتبقى عندك مشكلة كبيرة جدا مع اللاعبين دول من الناحية البدنية والنفسية وكل شيء ان انت لقدر الله لقدر الله حصل ايه حاجة هيحصل ايه وان شاء الله ده مش هيحصل وان شاء الله مصر تصعد الى كاس العالم وتكون دفعة قوية جدا لكل الانديت الانديت اللي بتلعب في افريقيا ان هي تلعب مباراةها اللي بعد كده بشكل جيد وتواصل اللعبة في البطولات الافريقية هو طبعا النادي الاهلي ومناسبة المباراة الافريقية لان هذه اللي هتهمنا خلال هذه الفترة عجبني جدا اختيار الحكم الدولي المغربي الحقيقة ردوان جيد لإدارة مباراة سانداونز في سانداونز وفي فترة فقرة الاخبار هتكلمكو اكتر عن طاقم التحكيم بالتفصيل الحقيقة ايضا ليه الواحد بيبسط لما بيلاقي اسم زي ردوان جيد ممكن يبقى مش موفق ممكن يبقى جايق على ندل الاهلي شوية ولكن في النهاية ردوان جيد واحد من افضل الحكام في البطولة الافريقية او في القارة الافريقية فالكويس همسقفوا نوعين هو كويس بالمناسبة دي حاجة كويسة جدا من لجنة الحكام في الكاف اللي كابتن عصام عبدالفتاح عضو فيها اهو بقول اهو حاجة جيدة كابتن عصام عبدالفتاح عضو في لجنة الكاف واللجنة دي بما ان فيها يعني ماشية تمام مش عارف مش ماشية ليه في القاهرة الحقيقة يعني مش ماشية في لجنة الحكام المحلية يعني مع ان لجنة الحكام Europeans قرف كاف مش قصدي حاجة يعني عشان الناس متاخدش الكلام دا توديه في حتة تانية لكن انا اصد ان لجنة الحكام النادي الاهلي هو كبير افريقيا حد عنده اتراض ما حدش يقدر يعترض النادي الاهلي هو كبير افريقيا بالارقام فبالتالي المفروض الحاكم الي يجي الكبير افريقيا يبقى كبير افريقيا برضو في الناحية التحكمية خصوصها لما تبقى المباريات زي الهلال عندها كبيرة جدا ولها اسمها ولها جماهيريتها ومباريات شعبية ومبارات فيها جماهيرية سانداونز نفس الكلام المريخ السوداني نفس الكلام سواء الهلال أو المريخ ناديين كبيرين جدا جدا في السودان فأتمنى أتمنى زي ما شفت في اختيار اللجنة لجنة الحكام في الكاف اللي الكابتن أساو عبد فاتح عضو فيها إن يتم اختيار حكم جيد لمباراة المقصة يوم الثلاثة اللي جاي زي ردوان جيد عندنا بالمناسبة على فكر آه أنا بنتقد الحكام وآه بنتقد لجنة التحكيم لأننا بقول لحضراتكم يوم لما هلاقيهم كويسين هطلع قول يا جماعة الكويسين والكابتن عصام اشتغل وعمل ما هو ده وأكتر واحد هعمل كده وأكتر واحد هتكلم في هذا الأمر ولكن عندنا حكام زي ردوان جيد والله عندنا حكام أفضل من ردوان جيد أو الله أو يبقوا قريبين من ردوان جيد مش هقول أفضل منه كمان زيه ولكن أنا معرفش معرفش ليه بيظهر الحكام في المباريات الكبيرة أمام الأهلي تحديدا أنا مش هتكلم على حد تاني لماذا يظهر الحكام أمام النادي الأهلي بهذا الشكل معرفش والله معرف نفسي أعرف ليه كده يعني كابتن عصام الفتاح هو عضو في لجنة الحكام في الكاف فله دور ودور مؤثر 100% كابتن عصام هنا رئيس لجنة الحكام المحلية واللي اتغيرت وتعاملت وده بعدين حب أتكلم فيه مع حضراتكم لماذا لا أرى هذا الشكل الجيد اللي بيحصل فيه التحكيم الإفريقي دلوقتي ليه ما بيشوفوش في التحكيم المحلي ليه دايما النادي الأهلي بنتطلع غلطتين ثلاثة طبيعي أن هما يغلطوا الحكام ولكن ليه دايما بنتطلع غلطتين ثلاثة مؤثرين على النادي الأهلي وليه بنكرر الأخطاء أنت بتقول كده وانت أول الدوري هقول كده لو أنا أول الدوري وخدت الدوري كمان وبالمناسبة أنا قلت الكلام اللي أنا بقوله ده قبل الموسم وقبل بداية الموسم وحرجع أقوله تاني لأنه في النهاية أنا يهمني الحكام المصري يفضل رقم واحد في أفريقيا وده اللي أتمنى خصوصا في ظل وجود الكابتن عصام عبد الفتاح كابتن عصام شخصية قوية ويستطيع أن هو يغير من شكل التحكيم المصري وهو ده اللي إحنا عايزينه وهو ده اللي إحنا عايزين نشوفه والله لا يعني الواحد ما بيبصش لحاجة تانية أنا ما ببصش غير أن أنا أشوف النادي الأهلي ياخد حقه فقط تحكيم المصري واحد من الحكم المصري واحد من أفضل الحكام في القر ولكن ما عرفش بيجي بمبارات الأهلي الموضوع بيبقى غريب جدا جدا أتمنى أن أشوف التغييرات كان عندنا شهر وشوية هو والأكتر كمان أن الحكام المصريين كان عندهم شغل كتير جدا جدا في هذا الأمر ولكن في النهاية أتمنى أن أشوف تغيير في طاقم أو في أداء الحكام في المصري في الدولة المحلية زي ما بنشوف أن هناك تغيير في التحكيم الإفريقي يا رب ده نشوف النجم عمار حمدي بيعمل عملية الروباط الصليبي فيه أهو في النمسا ف إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عمار حمدي يقوم بالسلامة ويرجع لنا ويبقى أفضل لسه عمار صغير إن شاء الله ألف سلامة طبعا عليه ويقوم بالسلامة ولكن لسه صغير وإن شاء الله خمس ستة شهور تلقوم موجود هي دي اللاعبين اللي يستحقوا الدعم وهم دول اللاعبين هو وأكرم ومحمود متولي وكل اللاعبين المصابين اللي إن شاء الله إن شاء الله يرجعوا أقوى من الأول طيب برضو عندنا مجموعة من اللاعبين يعني الناس كلها كلمة إن ياسر هو أفوأ ياسر إبراهيم هو أفوأ واحد في مباراة الهلال السوداني الأخيرة هو مش هو الوحده أنا بشوف إن يعني كل لاعب قد ما عليه وزيادة فيها دي المباراة كل واحد بقى على تقل رجله يعني عايز أقول لحضراتكم إن يعني ممكن أقول إن هو عمله مباراة جيدة جدا ولكن عشان رجله تقيلة فمش باينة إن هي كويس فإاسر إبراهيم كان الأفضل من وجهة نظر الجمهور ولذلك يستحق التحية رجل من موت نفسه الفترة الأخيرة عامل مباراة جيدة جدا في كاس العالم للأندية ممكن جدا نلاقيه بينضم لمنتخب مصر خلال الفترة جدا عندنا مشكلة كبيرة في منتخب مصر في هذا المكان حجازي حيغيب لشهر مايو القادم وبالتالي مش هيلعب أحمد حجازي فمش هيلعب مبارتيك السنغال فهل هناك تفكير في ضم ياسر إبراهيم بجانب محمد عبد المنعم بجانب محمد هاني بجانب أحمد عبد القادر بجانب بعودة مجد أبشا ممكن جدا يكون هناك الفترة اللي جاي عدد كبير من لعبت النادي الأهلي متواجدة مع منتخبنا الوطني وبالتالي ياسر إبراهيم واحد من اللاعبين اللي يستحقوا أن هم يكونوا الأفضل خلال هذه الفترة خلال نطلع نشوف هذا التقرير عن النجم ياسر إبراهيم وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل سنروح لأخبارنا أخبار البيت الكبير ولكن نطلع نشوف هذا التقرير ياسر إبراهيم وفاصل ونرجع نقرأ أخبار البيت الكبير أهلاً وسهلا بحضراتكم مرؤوكا أزاء المشاهدين هل حل قبل بس نتكلم مع حضراتكم عن الأخبار اللي عندنا النهاردة عايز أتقدم بخالص التعازي الحقيقة في وفاة والد الأستاذ محمد يوسف محبوب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي طبعا في وفاة والده كمان الكاتب الكبير الصحف الكبير الأستاذ جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار الأسبق وهو خال أستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي لللجنة الأولمبية أيضا وخالص العزاء للعائلة وللأستاذ حاتم دويدار طبعا مدير التنفيذي لإحدى الشركات الاتصالات الكبرى في مصر كمان فقدنا النهاردة الكابتن خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي خالص العزاء لنادي الإنتاج الحربي وللعائلة الكريمة ونتمنى رب كل الرحمة لكل الأموات خلان نروح لأخبارنا النهاردة كان النهاردة فيه تفاصيل اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد اجتماعه الذي جرى عصر اليوم الأحد بمقار نادي بالجزيرة ما يلي اعتماد محضر مجلس إدارة النادي بشأن تشكيل هيكل شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بتكوينه الجديد مناقشة الملف الضريب للشركة مع عرض التسوية الكاملة التي تمت مع مصلحة الضرائب تفويد العمري فاروق العضو المنتدب للشركة والمهندس خالد مرتاجي عضو مجلس الشركة باستكمال هيكل رأس مال الشركة وعرضه على المجلس ايضا مناقشة العديد من الملفات لتعظيم موارد الشركة وكذلك اعداد خطة شاملة لتعظيم هذه الموارد وعرضها على مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في اجتماعه الأسبوع المقبل حضر الاجتماع الذي عقد برئاسة الكابتن محمود الخطيب عصر اليوم كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي العضو المنتدب للشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة المهندس خالد مرتاجي أمين صندوق النادي الأهلي ومحمد الضماطي ومي عاطف عضوي المجلس ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركة ومحمد عبد العظيم أمين سر الشركة ده كان النهاردة اجتماع لمجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي نروح بقى للنادي الأهلي والنادي الأهلي بيستأنف تدريباته لاستعدادا طبعا لمباراة نادي مصر المقصة اللي هتقام إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم زي ما حضراتكم عارفين مباراة مهمة مباراة صعبة في ظل الظروف الكتير جدا والصعبة جدا اللي بيمر بها النادي الأهلي وفي ظل ضغط المباراة الكبير جدا خلال هذه الفترة النادي الأهلي بيستعد وينتظر إيه اللي حيحصل إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم المقصة أيضا مكتمل الصفوف قبل مواجهة النادي الأهلي فريق مصر المقصة بيدخل مباراته أمام النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل بمسابقة الدولي العام وهو مكتمل الصفوف وجهزية كل اللاعبين للمشاركة في هذه المباراة يستعيد المقصة جهود هشام حافظ ظاهيرو الأيمن عقب تعافي من الإصابة في مبارات فريقه ضد طلاقع الجيش زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي إن الاتحاد الإفريقي بيسند طبعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بيسند مبارات كرة القدم ما بين النادي الأهلي وصانداونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطول الدوري أبطال إفريقيا للمغربي ردوان جيد إن شاء الله يلتقي النادي الأهلي مع صانداونز باستاذ القاهرة الدولي في التاسعة من مساء يوم السبتة المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يتكون طاقم التحكيم هذه المباراة من ردوان جيد حكما للساحة ويعاونه لحسن أسكاو مساعد أول ومصطفى أكراكاد مساعد ثاني وسامير الكزاز حكما رابعا زي ما حضراتكم عارفين طبعا هذه المباراة دايما أو الدور ده ما بيبقاش فيه الفار وبالتالي ما بيبقاش فيه حكام للفار يراقب المباراة الاثيوبي سليمان جبريل سي سي والمنصق العام المغربي عماد الفحوس والمراقب الأمني النيجيري أوكا أوبيه كذلك قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسماح لحضور ألفين مشجع في مباريات دور الاثنين وتلاتين لبطولة كأس مصر وإن شاء الله التي تنطلق 11 مارس المقبل بواقع ألف مشجع لكل فريق من طرفي المباراة الوحدة أسواتهم بمباريات الدوري الممتاز إن شاء الله بكرة تعلن لجنة المصابقات بالاتحاد المصري الموعيد النهائيا لمباريات دور الاثنين وتلاتين نروح لمنتخبنا الوطني ومحمد صلاح والمحترفون ينضمون لمعسكر المنتخب واحد وعشرين مارس استعدادا للسنغال وأيضا منتخب الشبابة 2003 في معسكر مغلق لمدة أربعة أيام بقيادة الكابتن محمود جابر بداية من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بناء على طلب الجهاز الفني لمتابعة بعض اللاعبين الجدود عن قرب طيب آخر خبرين عندي النهاردة النجم عماد متعب كبير هدافي النادي الأهلي بيحتفل بعيد ميلاده رقم 39 تورت على كونفدرالية طبعا الكل يتذكر هدف عماد متعب في مباراة سوي سبورت لواليد سليمان عمله له بيمينه وعماد متعب طلع حط الكرة بدماغه عماد متعب صاحب إنجازات كثيرة جدا مع النادي الأهلي وصاحب عدد كبير جدا من الأهداف أيضا مع النادي الأهلي كل سنة وانت طيب عمضة وعبال مئة سنة ايضا النهاردة ذكرى ميلاد كابتن محمود الجهري جنرال الكرة المصرية كابتن محمود الجهري الحقيقة الله يرحمه واحد من المديرين الفنيين برضو اللي غيروا شكل كرة القدم في مصر خلال فترة اللي تولى فيها الكل كان بيقول إن كابتن الجهري بيدافع بشكله وبيستموت وبيعمل في المباراة وكذا وكذا ولكن كابتن جهري خدنا لكاس العالم بعد سنة التسعين في إيطاليا بعد سنوات طويلة نصف قرن غياب عن بطولة كاس العالم خد أمم إفريقيا 98 لو تتفكروا لو تتذكروا هذا الأمر خد كاس العرب 92 كابتن جهري له دور كبير جدا جدا الحقيقة هو اللي حول بالمناسبة كرة القدم المصرية للإحتراف محدش كان عارف يعني إحتراف الدنيا كانت ماشي إزاي كابتن جهري حول كرة القدم المصرية من الهواء إلى عصر من عصر الهواء إلى عصر الاحتراف وده كان مع بداية التسعينات عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن النجم الكبير كابتن محمود الجهري الله يرحمه طبعا ومن بعده فاصل ومن بعد هذا الفاصل حنستقبل أيضا واحد من نجوم كرة القدم المصرية ونجوم النادي الأهلي النجم الكبير معتز إينو إينو حيكون معايا في الجزء الأخير بعد هذا الفاصل وبعد تقرير الكابتن جهري حيكون معايا إينو وحنتكلم معايا في كل ما يخص كرة القدم وإيه اللي بيحصل مع النادي الأهلي خلال هذه الفترة والفترة اللي جاية والإجهاد أو فترة المباريات المتقربة الأيام القادمة مع النادي الأهلي إيه اللي المفروض يحصل فيها أشياء كثيرة جدا جدا وشوية ذكرات حلوة طبعا في النص زي ما حضراتكم عارفين لإينو في النادي الأهلي خلينا نطلع نشوف تقرير عن الكابتن جهري وبعد كده فاصل وبعد الفاصل النجم معتز إينو أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أرحب دفي في هذه الفقرة واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار النجم الكبير كابتن معتز إينو زكا إينو زكا بف وحسني إنت اللي وحسني والله وحسني جدا وسعيد لنا موجود معك وسعيد لنا طبعا موجود في بيتي وبيتناك كبير طبعا النادي الأهلي وبتمنى لك كل التوفيق وسعيد لنا النهاردة موجود معك وبتمنى اللي هي تبقى حلقة خفيفة إن شاء الله يا رب إن شاء الله خلالنا نطلع نشوف تقرير عن معتز إينو ونرجع نكمل مع حضراتكم أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين إينو أعتقد أن أنت خلاص اتجهت لمجال التدريب من خلال النادي الأهلي اتجهت لمجال التدريب وبعد كده أعتقد أن أنت لسه كنت في تجربة كانت واضح أن هي تجربة جيدة جدا مع فريق الشهداء دلوقتي وصلت لغاية فين ونعرف أن أنت مشيت لعني بزروف معينة ولكن في النهاية أعتقد أنها تجربة جيدة جدا بوسي يا كابتن يمكن أنا بدأت التدريب من بعد ما بطلت على طول بقى لي خمس سنين دلوقتي أربع سنين في النادي الأهلي لغاية الموسم اللي فات كنت مسك ألفين واحد ساعتاشر سنة في النادي الأهلي وأحرصت بطولة الجمهورية الحمد لله والسنة دي بقى جالي عرض من نادي الشهداء فأخذت الخطوة قلت لازم أمسك بقى فريق أول كمدير فني كمدير فني وبدأت معهم الموسم بشكل كويس وقدت معهم المباريات كويسة الحمد لله بس فيه صوت أو فيق حصل كده في الآخر بعد مباراته مياط وما حصلش نصيبه قدمت استقلتي رغم اللي الناس كانوا متمسكين بيه بس انت عارف بقى كرة لما بتقف خلاص بقى لما بتقف بيبقى الواحد خلاص بيميل هل اللي هي تجربة مختلفة طبعا تجربة مختلفة ولكن انت كتبقى رجل أول في ظل التوقيت ده وان انت بقى لك 4-5 سنين فقط متواجد كمدير فني وكان لقطاع ناشئين لفترة 4 سنين هل ده الوضع مختلف بالنسبة لان انت تبقى الرجل الأول في فريق أول درجة ثالثة أول لكن في النهاية فريق أول بس زي ما حضرتك بتقول كابتن إسلام الفريق الأول كمان غير الناشئين انت لما تمسك في الناشئين انت فيه فيه قويك فيه مدير قطاع وفيه ناس بتشرف عليك وفيه ناس بتوجهك غير لما تمسك انت الرجل الأول في فريق كبير وفريق أول انت بيبقى لك انت الكلمة الأولى والأخيرة زي ما بيقول انت اللي متحكم في كل حاجة انت قراراتك هي اللي بتمشي انت اللي بتحط كل حاجة انت اللي بتحط الخطة البلان كلها بتاعت الموسم انت اللي بتعملها فانت حتى بتحس بإمتك كمدير فني لفريق أول فشغل الناشئين حاجة وشغل الدرجة الأولى حاجة فكان لازم أخذ الخطوة وعلى فكرة أنا بعد ما مشيت في الفترة اللي فاتت دي جالي عرضين الحمد لله بس يعني مستني حاجة أحسن وان شاء الله قريب كده ان شاء الله يكون فيه حاجة بإذن الله ان شاء الله ايه أهم حاجة استفدتها؟ انت كل يوم بتتعلم وكل يوم بتاخد خبرات وكل يوم بتقابل لعيبة سواء في النادي الأهلي تعملت مع لعيبة كتيرة سواء لما روحت نادي الشهداء تعملت مع لعيبة كتيرة فانت بيصادف يعني الموضوع مختلف خالص وانت بتلعب غير وانت مدرب انت وانت بتلعب بتخلص تمرينه وبتمشي مش هي الهم حاجة لكن وانت مدرب انت مسؤولية كبيرة انت شايل مسؤولية 25-30 لعيب مشاكلهم في كل حاجة من مصابين لتمرينات لمباريات ودية عايز تعمل داخل على مباريات رسمية على فترة إعداد يعني انت شايل هم كل حاجة مسؤولية كبيرة لكن ده قدرنا ودي مهنتنا مش هنقدر نبعد عنها وانا بحب الكورة ومقدرش أبعد عن الملعب فلما الواحد بطل مش هينفع تعمل اي حاجة تاني غير برضو عن طريق الكورة فاتجهت للتدريب طيب بما انك اصبحت مدير فني شفت اللي كان بيعملوا مانويل جوزي ايام زمان ازاي كنت بنفزه نفس الاستراتيجية طبعا في اختلاف انا بص كابتان يعني الواحد بقاله يعني لها الحمد لله كتير حوالي 17-18 سنة وكلهم مع مداربين اكتريتهم اجانب فالواحد كل يوم كان بيتعلم حاجة فأكيد كل الخبرات السنين دي كلها أكيد انت طلعت بيها لو كل واحد خدت منه حاجة حاجتين اكيد برضو هتفيدك في شغلك بعد كده فكت بحاول على قدر المستعر اللي انا احاول الخبرات دي بنقلها للولاد غير طبعا التعامل نفسي انا من ضمن المدرسة اللي انا مش كل حاجة الملعب بس لا انا بحب اتعامل مع اللعيبة لو اللعيب حبك الموضوع بيختلف تماما انا كابتان اسلل فانا بحب كمان اتعامل مع الولاد حتى كل المراحل السنية اللي انا مسكتها في الاهل او سواء في نادي الشواء دل حد دلوقتي العلاقة كويسة وبيكلموني فانا من النوع اللي بحبه بقى قريب مع اللعيب طبعا فيه لمت وفيه فيه نظام لكن انت بطريقتك واسطوبك انت بتحب باللعيب اللي قدامك فيه فاللعيب حتى بيبقى نازل الملعب بيبقى عايز يامل كل حاجة عشان بيحب المدرب بتاعهم وبقى لعب معهم تقسيمات وبنزل لعب معهم 4 و 2 في النص وبهرج معهم وبهزر معهم فيه اوقات فيه اوقات مثلا انت عارب بتشد بس انت بتشد لمصلحة اللعيبة اوقات مثلا بتفرد خصومات او بفيه عقوبات بس اوقات لو خلاص يا جماعة لو الدنيا تمام مكسبنا لا انا هشيله عجب فالحاجات دي برضو بتفرد مع الولاد فانا بحاول اخش لهم من الحتة دي فالتعامل النفس ده بيبقى اللعيب الكورة حاجة مهمة جدا ايه رأيك في البيتسو موسماني لا مدرب محترم طبعا وشغله باين في الملعب انا مش مع الناس اللي بتقعد دايما تهاجمه وانا دايما من نوع اللي بقول المدرب بطولات والمدرب نتايج مش اللي هو انا قعد اخبط وخلاص او انتقد وخلاص لا لكن انا شايف اللي هو ماشي بشكل كويس بالورقة والقلم من ساعة ما جاء لو حسبنا من ساعة ما جاء لا الراجل اتنين افريكيا ودوري وصوبر يعني الراجل ماشي كويس لكن امتى تتكلم عليه وامتى انتقده لو ما بياخدش بطولات لكن انا شايف اللي الراجل ماشي كويس كل البطولات حتى الحاسمة لو ركزنا على البطولات الحاسمة او المبارات الفاصلة المهمة لا الراجل بياخدها فدي حاجة كويسة بغض النظر بقى اوقات مثلا ناس تختلف معاه او تتطفق معاه في تصرحاته شوية مش عارف في ايه شوية لكن انا بتكلم كناحية فنية لا لا خلافة علي لكن احنا بنسمع خلال هذه الفترة او خلال الفترة السابقة الحقيقة كلام كتير جدا فيما يخص المسلمين انا واحد من الناس انا بشوف انهم بياخدش حقه ايه رأيك في هذا الكلام اكيد طبعا وشحقه يعني فنيا في بعض المنصات الاعلامية تحس دايما كابتن اللي الناس بتقفلوا على الوحدة يعني لما دايما بياخد بطولات لما مثلا بيكسب الزمالك في افريقيا لما مثلا بيكسب الهلال اربعة لما في كاس العالم لما بياخد دوري لما بيكسب الوداد الناس ما بتدرواش حقه اوي امتى الناس بقى بتتكلم لما مثلا يخفق في مباراة مثلا او حاجة فبتلاقي الناس دايما تحس ليه اعدالوا على الوحدة لكن انا عجبني اللي هو مش بيركز مع حد حتى لما بيطلع بيتكلم يعني انا شايف او يعني اللي هو ما بيبصش ما بيديش اهتمام اوي للناس النقاط هايما كابتن اللي هو ما بيبصش وراه اللي هو دايما يبص قدامه حتى لو فيه ناس بتنتقدك ماشي مفيش مشكلة بسمع بس انا ليه هدف ليه شغلي ليه 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 يعني ليه حاجة ما ايانا عايز اوصلها هدف اه فده اللي انا عجبني فيه ودايما يا كابتن اسلام لو مسكنا كل المبارات اللي هو لعيبها الحاسمة زي ما بقول لحضرتك لا الراجل بيتفوق فيها يعني مثلا مبارا مثلا ببطولة او مبارا بمداليا مثلا زي البطولة الاخيرة مع الهلال السعودي فريق محترم وفريق كبير وكلنا شفنا مباراته للعيبة امام تشلسي عمل ازاي التعرف كمان الهلال السعودي بعد ما رجح في اول مباراته في الدوري اعتقد كان مع النصر او مع الشباب مش فاكر مع الشباب وقسب 4-0 هو اللي كسب الهلال السعودي كسب كسب بقى خلاص خد درس من النادي الاهل لعمون دياز اللي كان ماسك بيراميز زراح مسكو بعد ما ماشه المدير الفني بعد هزيمة النادي الاهلي هو خد درس من النادي الاهلي اه فانا شايف اللي مستماني يا كابتن اسلام لا يعني كل المبارات المهمة لا هو بيتفوق فيها بيديرها بشكل كويس وبعدين هو يعني مش عايز اقول محظوظ لكن هو هو مسك النادي الاهلي وقال المشكلة لما هو محظوظ ما هو ده على فكرة جزء من اللي دايما اي مدير فني ده هو ربنا بيحبه اللي هو مسك النادي الاهلي بصة كابتن موسيماني مع احترامي ليه مدرب كبير وكل حاجة بس النادي الاهلي هو اللي بيصنع اي حد وهو اللي بيلامى اي حد موسيماني قبل مايجي النادي الاهلي مدرب كبير وعنده خبرات وكل حاجة وخد بطولة افريكيا مع سانداونز بس ما كانش عارف ايه باللغة ما كانش متلمع زي دلوقتي ما كانش هو ده موسيماني النجم زي دلوقتي لكن لما جي النادي الاهلي وحق البطولات دي أي حد بيمسك النادي الأهلي النادي الأهلي بيضيف له كتير جدا فالنادي الأهلي دايما هو يعني كلنا شوفنا مانو الجزيل حد يختلف على مانو الجزيل أسطورة وللغاية النهاردة سيظل أسطورة وجمهور النادي الأهلي بيحبه جدا بس كلنا شوفنا مصر مانو الجزيل لما راح مسك اتحاد جدة ما عملش نتائج لما راح مسك مانتخب أنجولا ما عملش نتائج لكن طول ما هو في النادي الأهلي النادي الأهلي يضيف له كتير فأي حد موجود في نادي الأهلي أكيد النادي الأهلي بيضيف له حاجات كثيرة طيب شفت المباراة الأخيرة أمام الهلال السوداني إزاي؟ في ظل كان حالة من الإجهاد الكبير واضحة على كل اللاعبين على رغم أن أنت كنت مريح 6-7 يال لا بس واضح كنت اللعبة جاية من المنتخب وبعدين نزلوا مطار طيارة يعني هل ده علمي أننا نتكلم بحضر طبعا طبعا وبعدين أنا مش أعلان عن النادي الأهلي في البطولة هو لسه جاي من كاس العالم فدي البطولة المحببة للنادي الأهلي والجماهير للنادي الأهلي فأول مباراة وارد جدا اللي انت بعد كل الضغطة دي اللاعبت المنتخب فيه إصابات فيه كذا حاجة بتصطفه لكن أنا مش أعلان عن النادي الأهلي وارد جدا اللي انت تتعادل لما تاخد نقطة بره من فريق أنا شايف اللي دي كويسة عندك بعد كده كل مباراة اللي هنا تكون اللعبة بقى عملت الريكوفري بتاعها والاستشفى بتاعها أنا شايف اللي النادي الأهلي لأ هيؤدي بطولة قوية نحن نطمعين شوية. دائماً الأهلوية وجماهير النادل الأهلي طمعا شوية. عندها! عندها. عندها مرة thick. لا، المرة when this strike I take is on my face with my face. نحن لدينا دائماً أو جماهير النادل الأهلي لدينا لدينا دائماً عندها طموع كبير في النادل الأهلي وعندها أمل كبير في اللعيبة. وأنا أرى اللعيبة أيضاً. عشان لا نهضرش معهم. لا، اللعيبة يا كابتن إسلام حتى حضرتك كما كانت موجود وإن أنا كنت موجود في المباراة الحسيمة والبطولات الحسيمة بيبدأ الموضوع مختلفة يعني المباراة اللي فاتت دي اللي تعادلوا فيها في السودان لو دي مثلا مباراة مثلا نهائي أو قبل نهائي لا الأهل مهما كان كان هيكسب المباراة فهي مصد ايه فالنادي الأهل أنا مش ألقان عليه ولا اللعيبة اللعيبة عندهم مسؤولية كبيرة ولعيبة كلها دوليين ولعيبة محترمة وبيبنوا في المواقف الصعبة وده ميزة النادي الأهل اللي دايما في المواقف الصعبة بتلاقي اللعبة يعني برضو المباراة بالنسبة لك كنت شوفتها ازاي من الناحة الفنية طبعا كنت أتمنى اللي احنا نكسب لكن واضح اللي فيه تعب وواضح اللي فيه إجهاد شوية لبعض اللعيبة اللعيبة دي كلها أكترية كانت بتلعب يعني بشكل مستمر في كاس الأمم الأفريقية يا كابتن وفيه إصابات طبيعي اللي احنا تعادل الشناوي مش موجود أيمن أشرف مش موجود السلية بدأ بينا عليه اللي هو التعب والإجهاد محمد عبد المنعم ناس كتيرة طبيعي اللي هم يتعدلوا احنا برضو مخسرناش على فكرة دي نقطة ونقطة كويسة مهمة إن شاء الله المباراة اللي جاي يقدر عواضوا فيها عندنا مباراة كتيرة ده لسه بداية أول مباراة طبعا نتكلمت على المريك وتأجلت أنا بتكلم اللي دي بشكل عام أول مباراة فأنا مش ألان طبعا على النادي الأهلي لا النادي الأهلي هيركز عنده بس مباراة المقصة إن شاء الله بعد بكرة يركز فيها دلوقتي والنادي الأهلي دايما عنده ميزة اللي هو بيفصل لكابتن إسلام راجع من أفريقيا لا بافصل بواقف وبركز في الدوري بعدها على طول بثلاث أربعة أيام هيلعب سانداونز فالنادي الأهلي عنده حتة الفصل دي بيعملها بشكل كويس طيب خلال نتلع نشوف تقرير عن رأي الجمهور في تعادل النادي الأهلي الأخير مع نادي الهلال السوداني وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع مع النجم معتزين الحمد لله أن الأهلي كويس بس عايزنا أهلي أهلي أحسن وطبعا اللعبها مجادع عشان نكسل أعلى معنى وكده الأهلي كان تمام يعني بس هم كان نقصوا أنهم يسجلوا على أقل يعني المكان ومنحقهم يسجلوا على أقل جون بصوا مش أحسن حاجة بس يعني تمام بس هو الفكرة أن هي اللعبة أصلا بعضها مجهدة لأن اللي لسه جاي من المنتخب ولسه جاي من كاس عالم فإنا مستنين منهم أحسن إن شاء الله في المجموعة وبإذن الله نحقق مركز كويس في المجموعة والبطولة إن شاء الله الحداشر بتاعدنا وربنا يعينهم يا ربه وتبقى بطولة حالة وعلينا كلنا أول ماتش كان كويس يعني بس اللعبة كانت مجادة بسبب أدوهم في المنتخب وكاس العالم وبرضو يعني الأرضية ما كانتش مساعدة وإن شاء الله يعودوا يعني في القادم والقادم أفضل إن شاء الله يعني ده إن دلادي كان جميل جدا برغم أنهما كنا رجعين من إيجاد وكده بكاس العالم وأرضية المعلقة كانت وحشة فعشان كده كانش فيه توفيق وإن شاء الله ربنا يوفان في اللي جاي أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين إنه الفترة اللي جاية فيه كل يومين ثلاثة مباراة تقريبا ويمكن أنت عدد بنفس هذه الفترة كمدرب بقى وكمدير فني بترى هذه الفترة إزاي في ظل حالة الإجهاد اللي هتبقى موجودة كمان أكتر خلال الفترة اللي جاية إذا كان ده حصل في مطش الهلال والناس بتقول إجهاد طب ما بالك في المباريات القادمة إيه اللي حيصل ده هنا بقى كابتن إسلام بيبقى دور المدير الفني ودور الجهاز اللي معاه إزاي بقى يعني الشرحلين المجال ده بقى ماشي إزاي لا هو أكيد بقى الراجل بيقلل حمل التمرين خالص ومفيش يعني حتى التمرينات البدنية بتقل خالص بيبقى فيه دايما بيبقى دور كبير بقى قوي على الناس الجهاز اللي هو المدلكين لا الجهاز الطبي بقى اللي هما دول بيعملوا دايما الاستشفى والمساج اللعيب خلاص أنت هو فورمة المباريات موجودة فأنت مش مطالب اللي أنت تعلى بالحمل البدني بتاعه فهو يدوب بيبقى كلها تمرينات بس إيه تفويق وبيطلع بقى بيعمل الركوفر بتاعه اللي هو الاستشفى يعني فالمبارات هي دايما بتجيب نفس اللعيبة زي ما بيقول فأنت لما بتلعب النهاردة وبتيجي من صفر وبعدين تلعب يوم الثلاث مع المقصة مباراة كبيرة وبعدين بتريح بعدها بيوم ولا يومين وبعدين بتخش معسكر عشان تلعب سانداونز في أفريقيا فكمل دا كل دا كابتن إسلام بيبقى حمل مش بدني بس لا دا حمل بدني وعصبي وزهني وكل حاجة فده بيبقى عبء كبير على الجهاز الفني وأكيد مستر موسيماني عارف الموضوع دا وجهاز المعاون كله عارف دا فأكيد بيبقى كلها تمرينات فرش كابلية تفويق بس اللعيب بس كده ممكن بس يعني يزود مثلا شوية على الناس اللي هي مش بتشارك اه اللي ما بتلعبش لانسي كنت هقول لك إيه كار لكن الناس اللي بي دايما بتشارك فاكرا انت كابتن إسلام كان مثلا مستر مانو الناس اللي بتشارك بتعمل حاجات خفيفة كده وبتطلع تعمل ركو دا كانت تاني يوم المباراة يعني انها غالبا كانت الفترة دي برضو بتلعب كل تلات اربعة ايام مباراة كنا كده اه نفسا نزول كانت تاني يوم المباراة الصبح مثلا تلاقي مجموعة بتتمرن بدني وقوية جدا اللي ما شاركوش اللي ما شاركوش اه ده لازم يزود لكن بعد كده بيبقى تمرين واحد بيبقى تمرين واحد بس ليه دايما بيعمل كده عشان الناس اللي ما بتشاركش تبقى دايما في نفس الفورمة مع الناس اللي بتشارك او قريبة عشان لو حد تحتك حد في تغييرات في حاجة حد لقدر الله تصاب حد توقف بتلاقي دايما اللي موجود لكن ما ينفعش كله يعمل الريكوفر الروتشن مهم جدا في مثل هذه الظروف مهم بس مش يعني مش بكترة ما ينفعش اعمل اشيل مثلا خمسة ستة من الناس كلها من الفرقة ولاعب ناس يعني بيبقى صعبة ويمكن اعمل روتشن مثلا في واحد اتنين اكتر ناس مثلا مجهدة يعني مثلا ممكن مباراة المقاصة دي الراجل يفكر مثلا واحد زي عمر السلية واحد زي حمدي فتحي الناس اللي هي جاية منكسر مدعم كابتشاري حمد عب مينعم اللي انا رح شايل ست سبع لعيبة مرة واحدة بتحس الانت بتقطم الفرقة فلكن ممكن ايو بس خلي بالك انت يعني لو كلمنا بهذا المنطق برضو نادي الاهلي في قولها مبارياته امام مونتريل مكسيكي في كاس العالم الاندية كان فاقد 14 لاعب ما هو ده مست النادي الاهلي بقى تماما كابتن الفرقة الكبيرة لزي النادي الاهلي بيبقى دايما عنده 30 لاعب جاهزين هو كمدير فني بيبقى مجهز كل الناس الناس زي ما احد راجبت تقول كده اول مباراة في قاس العالم لا ادوها بشكل كويس رغم العدد الناس ده كله فهو دلوقتي مسلماني خلاص عارف اللي هو ماسك نادي كبير وفرقة كبيرة فعندي من البدائل اللي انا النهاردة ممكن اشيل اي حد ولعب اي حد الموضوع عادي يعني مش هيبقى فيها قلق شوية فالموضوع هيبقى سهل بالنسبة له انا اعتقد لكن برضو مع ذلك اللي بطولة الدوري برضو حاجة مهمة انا مش بلعب بطولة اي كلام اللي بحيث اللي انا اللي لو تعادلت او فسرت لا احنا ما بنضيعش نقط خصوصا في ظل تعادل الاخير للمنافس النادي الزمالك اه طبعا قبله البرامدز برضو تعادل وبالتالي انت كده من بدل الامور بتبقى لطيفة بتبقى احسن يعني لو انا خدت مجرات المقاصة اكيد انا بضيف للنادي الاهلي ثلاث نقط بيبقوا مهمين في مشواري وبعدين نفسيا كمان كابت الاسلام لما خش على افريقيا وانا كاسبان لا الموضوع بيختلف غير لقدر انا ما بتخش وانت متعادل واحنا شفنا فريق المنافس مثلا اتعادل او خسر من سموحها بعدين راح رايح على مباراة بارح تعادل فدايما المكسب كابت الاسلام بيجيب مكسب فبتبع حاجة كويسة اللي انت ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي في مباراة المقاصة يكسب يروح دخل على سانداونز عنده هنا في القايرة يكسب فبالتالي المكسب دايما بيجيب مكسب على الجانب الاخر برضو واحنا بنتكلم عن مباراة المقاصة مقاصة فريق جديد بيعتبر يعني فريق جديد بمعنى ان معظم اللاعبين اللي كانوا موجودين في المقاصة مشوا حتى تامر مصطفى مدير فني صغير في السن وجديد كان اول مرة يمسك كمدير فني في الدولة الممتاز بتعتبرها مباراة صعبة مباراة سهلة مباراة تعتبرها ايه بس اوها كابتن المقاصة انا شايف بيقده يعني في ظل اللي هم الامكانيات دلوقتي المحدودة اللي هم ماشيين بيها وظل اللي هم برضو معندهمش نجوم كتار في الفرقة مفيش اسماء برضو كتيرها فри الفرقة لكن برضو بيقده بشكل كويس كابتن تامر بحقيقه طبعا عمل نتايج كويسة في ظل الظروف اللي هو بيتعامل فيها المحدودة كماديا يعني الإمكانيات فانا بحقيقه اللي هو ماشي في ظل الظروف دي بس ماشي على العقل كويس هو أمل المقاصة اللي هو يقعد في الدوري يعني في ظل الظروف اللي ماشي بقى دي اللي هو يقعد في الدوري طبعا بعيد عن المناس هيقاتل طبعا اه طبعا هيقاتل طبعا كلنا شايفين كل الفرق عامل ازاي شايفين فاركو عامل ازاي رغم اللي هو لسه طالة بس دعم كلنا شايفين فيوتشر لسه طالة بس دعم هي دلوقتي الكرة كده كابتن اسلام بتصرف بتجيب لعيبة لا الموضوع بيختلف فبتعد وبترتاح فانا شايف بالنسبة لمبارات المقاصة لأ النادي الاهلي عليه اللي هو يحترم فريق المقاصة مهما كان اسم كبير فريق مش جديد على الدوري العام وده ميزة النادي الاهلي دايما اللي هو بيحترم اي منافس بلعبه اي ان كان هو مين عشان الكرة بقى مفهاش يا كابتن اسلام انت عارف يعني يعني عدم الاحترام ممكن اي فرقة تكسب يوديك في حتة تانية فالنادي الاهلي عليه اللي هو يحترم فريق المقاصة ودايما أي فرقة كابتان إسلام بتلاعب النادي الأهلي بتبع حطها في دماغها اللي عايز يعمل أحسن مبارا في الدنيا الناس كلها بتتفرج ممكن النادي الأهلي في يوم الأيام يفوضني يخدني فاللعيبة دايما لو بيلعب بخمسة من عشرة لا عايز يلعب بعشرة من عشرة قدام النادي الأهلي فدايما بتلاقي اللعيبة بتتحمس قدام النادي الأهلي للشهرة للتلميع كل اللعيبة بتبع عايزة تلمع نفسها قدام النادي الأهلي ممكن المباراة دي توديني منتخب مصر ممكن المباراة دي تخلي النادي أهلي بعد كده فكر له يجبني فكل اللعيبة بتبذل مجهود مضاعف عن مجهوده عشان يطلع بشكل كويس فعلى النادي دي هو يحترم النادي المقصة وإن شاء الله بإذن الله يكسب التلاتة بونت بالمناسبة وحنا بنتكلم عن الدوري العام قبل ما نسيب منطقة الدوري العام هناك عدد كبير من الإقالات والاستقالات حصلت في 8-9 أسابيع ايه رأيك في هذه النادي؟ ده طبيعي هنا في مصر طبيعي في مصر أنا أتكلم في مصر لكن كلنا ما بنشوفش الكلام ده بيحصل في الدوريات الأوروبية لكن إحنا هنا عندنا المدرب ماتش التاني تلاقيه يروح النادي دي كان غريبة كمان مؤخرا يعني آخر حد مشي كان براون المدير الفاني الاسماعيلي أنا بصراحة كابتان إسلامي يعني الاسماعيلي فريق كبير والاسماعيلي كيان كبير وأنا لفتر الفاتدي دي بحكم اللي أنا كنت مسك نادي الشهدى فأنا كنت عايش في اسماعيلية شعب جميل وطبعا حضراتك يعني أكتر مني طبعا يعني عارف فالناس محترمة جدا وبتحب النادي جدا فالوضع اللي فيه نادي الاسماعيلي أي حد أهلاوي زمالكاوي أي حد النادي الاسماعيلي مهما كان اسم كبير ما ينفعش الظروف اللي هو بيمر بيها فعلى اللعيبة اللي هي لازم دارة لسه جاية جديدة طبعا لازم تصلح الدنيا فلو ما كانتش لحقة الموقف بادري كان ممكن اسماعيلي روح يعني أنت مع هذا الأمر أنا مع هذا الأمر حتى الموضوع وصل بقى كابتن اللي هو بقى بالزيادة يعني طول عمرنا مش ده نادي الاسماعيلي أول مرة أشوف نادي الاسماعيلي من ساعة ما الواحد لعب كرة في الموقف ده طول عمرنا بنادي الاسماعيل لي بنادي الاسماعيلي في اسماعيلية بتتمتع بتبقى شيئة اهم المبارات لا يكل يعني اهتمام زي الأهل والزمالك لا انت رايح تلعب بتبقى شيء الهم المباراة النهاردة الإسماعيلي بقى اي حد ممكن يروح يكسب نادي إسماعيلي حتى في إسماعيلية فهل العب من ايه فده دور الإدارة دلوقتي فالإدارة قالت لك لأ لازم نشوف موضوع مع المدرب أول حاجة حطت إيديها على المدرب أتمنى ان شاء الله هؤما اللي جابه المدرب ده على فكرة هؤما اللي جابه بس هو راجل ما وفقش فهي الكرة كده يعني هي الكرة كده يعني دايما يقول لك أي مدرب كرة دايما محضر شنطته اللي انت النهاردة موجود ممكن بعد المدش بعد تسعين ديها تكون برا النادي شكرا فهي الكرة كده هو المجال ده كده فهو الراجل ما كانش عنده توفيق يعني بيلعبوا كرة طول عمر الإسماعيلي وعنده لعبة على فكرة كويسة جدا وعندهم أسماء بس يعني هي وقفة معهم زي ما بنقول وقفة معهم خالص فأنا شايف اللي ده بالنسبة لنادي الإسماعيلي بالذات دون العلان ده كان لازم اللي هو يبقى فيه وقفة على جدا تعيين حسني عبدالربو من وجهة نظرك يعني شفته ازاي حسني نجم كبير أنا مش عارف تعيق نيه لغاية دلوقتي أنا لغاية دلوقتي أصلا معرفش الكرار برضا بس خلينا نتكلم لو خلاص الموضوع زي ما حضراتك بتقول أكيد يعني حسني نجم كبير وليه شعبية كبيرة جدا في إسماعالية وأكيد هم برضو يعني رئيس النادي لما يجيب شخصية كبيرة زي حسني هو عارف أكيد جايبه عشان لما اللعيب برضا كابتن إسلام بيلاقي رمز يعني لما مثلا بيلم الدنيا يعني بيلم الدنيا وبيلاقي يعني النهاردة مثلا أي بعثة للنادي الأهلي أو في نهاية أو في أي حاجة بتلاقي كابتن محمود الخطيب أول المساندين بيوجودة كابتن دي بتدي دفعة كبيرة جدا للعيبة لما بيلاقوا كابتن محمود الخطيب الرمز الكبير موجود معاهم وطالع بكلنا بنشوف دايما الصور في الطيارة وبيسلم عليهم وبيستقبلهم ده الواحده بيدي حافز كبير جدا عند اللعيبة نفس الحكاية حسني عبد الرب ولما يبقى موجود مع الأسماء طبعا فيه أسماء كبيرة طبعا عشان ما انساش حتى لكن احنا منكلم على حسني لما حسني يبقى موجود أكيد ده هيدي دفع للفترة اللي جاية هيقدر يلم اللعيبة هيقدر يجتمع باللعيبة هيشوف فيه إيه غلط حسني لعيب كبيره عنده خبرات فهيشوف هيبقى قريب من اللعيبة وكمان خصوصا اللي سنه يعني قريب للعيبة حسني مش كبير حسني موليد 83 فحسني قريب من اللعيبة فيه ناس قد حسني بدوية لسه بتلعب فحسني يعتبر يعني مقارب من اللعيبة دي فأنا شايف وجوده مهم بتمنى له كل التوفيق اللي هو في الأول وفي الآخر يرجع مكانة الدرويش لمكانها الطويلة يا رب ان شاء الله لأن حسني الحقيقة من الناس اللي نتمنى نشوف الإسماعيلي الحقيقة دائما ما يكون فيه دائما كنا بنقول إيه أهلي زمالك إسماعيلي يعني دائما طول عمرنا بس أنا عايز برضو زي ما تكلمنا على الفرق دي يا كابتن عايزة شيد بقى بالفرق اللي ماشي كويس يعني بحقق كابتن مجدى عباطي جدا أنا نسا كنت أحسألك بقى يعني من وجهة نظرك مين اللي شايفه حصان اسود في الدولي العام المصري عجبني فاركو جدا الصفقات اللي عملها كابتن مجدى عباطي فيه استقرار أنا لعبت في فاركو شوية مستر عز رئيس النادي رجل محترم جدا بيوفر كل حاجة لفريق كورا هم كان عندهم حتى هم في الدرجة التانية كان أمال هم كابتن استامل لهم يصعدوا فلما صعدوا عارف إيه جات لي بقى الفرصة فأنا مش هبخل على حاجة بالفرقة فدعم خلي الجهاز الفني فيه دايما عندي يقول لك إيه أول ما بصعد بيروح مباشي الجهاز أنا مش معدي لا الراجل تعب الراجل هو اللي صعد بيهم هو اللي عارف الفرقة آآ آآ نعم دعموا وجابوا صفقات وكلهم صفقات خبرات في الدور الممتاز وليعبوا وماشيين كويس فهو دا الاستقرار عجبني أو فيوتشر مع الكابتن علي ماهر طبعا الكابتن علي ماهر مهما لوحد يتكلم عليه أنا بحبه جدا كنحية فنية على المستوى الشخصي ماشي بشكل كويس فأنا بعتبر الفاركو وفيوتشر هم دول الحصان الأسود بتاع الدور العام يعني عجبني بقى الفترة الأخيرة كمان المحلة محلة غاز المحلة مع باسيوني مع كابتن باسيوني ماشيين بشكل كويس روح اللعيبة في الملعب يعني بتأدي بشكل رجولي جدا كنا دايما كابتن إسلام ما تهزوش من رحيل عودة عطا لا ما تهزوش كابتن باسيوني كمان عنده حتة الدافع والحماس والروح دي أنا اتمرنت معاه فعرفه فأكيد نقالها للولاد فاللعيبة ماشاء الله أول مبارتين ثلاثة لكابتن باسيوني رحوا كاسبانين هي المبارة الأخيرة بس اللي اتعادلوا مع المؤولين وفي كاسر ربطة ماشيين بشكل كويس حتى جمهورهم فرحان بهم كنا دايما السنين اللي فاتت دي دايما بنشوف غاز المحلة دايما بيسرع الهبوط دايما تلاقيه في المؤخرة في الجد وقال لا السنة دي بيأدي بشكل كويس فده أعتقد إنجاز ومبروك لنادي المحلة الروح اللعيبة بتلعب بها شرقيل الدخان حتى الآن لم يعلن عن نفسه لا طبيعي يعني أنا ما ذكرتش شرقيل الدخان عشان غير فارقه وفيوتشر دول كنا بنكلم في التدعمات أول مصعده دول مع احترامي ما جابوش حد برضو الدرجة التانية لعبة الدرجة التانية كابتن إسلام غير الدور الممتاز الدور الممتاز ده قصة تانية خالص لازم أجيب حتى لو أنت هتحافظ على الكون الأساسي بتاعك لازم تجيب لعبة خبرات لعبه وما ينفعش أطلع بكل لعبة الدرجة التانية فما جابوش حد حتى لما عملوا نتائج سيئة وبقوا في آخر الجدول لما حبوا الناس في الإدارة تفوق أو تبدأ تفكر الموضوع هيبقى صعب وهننزل تاني بدأوا يدعموا في يناير طبعا أنت لما دعمت في يناير برضو ما جبتش حد تقيل مع احترامي لكل الناس اللي جات لما يجيبوا أنا سمعت مرة تقريبا كابتن علاء بيتكلم على عبعال بيتكلم بيقول احنا دعمنا ب 15 و 20 لعيب طب ميء مع احترامي هل اللعيبة دي هتسد مع عنديت الدور الممتاز لا كل مرحلة يا كابتن استامل ليها لعبتها كل درجة ليها لعبتها الدور الممتاز غير الممتاز به الممتاز به غير الدرجة التالتة كل نادي عايز يصعد بيشوف المرحلة اللي بعده بتحتاج إيه ولازم أجيبها لو بخلت الكرة دلوقتي بقت كده بقت بيزنس بقت فلوس لو بخلت على فرقتي هنزل فأنا بقول من دلوقتي مع احترامي لكل الصفقات اللي الشرية الدخان جابها لكن أنا متوقع للشرية الدخان أول الهبطية هو نادي كبير وكل حاجة وتعب على المصعد بس هو ما دعمش بشكل كويس فما عملش المطلوب منه ما لسه بدلي بس دايما أنا كابتن الجواب يبقى من عنوانه عنده كم نقطة وماتشاته اللي جاي هيلعب مين فبرضه كلها صعبة يعني فاهم يا كابتن هيلعب إسماعيلي وهيلعب أهلي وهيلعب زمالك المحل النهاردة بنتكلم عليه الدوري السنة دي كله صعب مش سهل لا مش سهل اللي مش هيركز والنصح اللي زي ما بنقول لكابتن بيجمع نقط بدري اللي بيجمع نقط بدري بيرتح في الآخر لكن مثلا الشرية الدخان النهاردة لو تكلمنا ما جمعش نقط فانت هتوقت تصارع كل مباراة قاعد على عصابك عشان حتى تجيب نقطة يعني لو جبتوا نقطة بيبقى إنجاز بالنسبالك لكن عكس فاركو فاركو النهاردة مثلا بتلاقيه سادس بتلاقيه سابع الدوري فحتى لما فيه فترة مثلا وارد يقع لما يخسر من أهلي لما يخسر من زمالك وضا طبيعي هتلاقيه برضو هيبقى مش هزة كبيرة فيه أوقات هزة تنزلك لتاحت خالص وفيه أوقات هزة اللي هي بيقوله إيه دي هزة فلوس الجدول تمسكوا بالمدرب بمجد عبد العطي يعني بعد بخسر أول ثلاث مطشات ورابعة استقال لا هم قالوا له كامل وبعدها إيه اللي حصل كسب ومشي بشكل كويس هو ده الاستقرار لكن الموضوع في شريط دخل أعتقد له هيبقى صعب بقولين العرب مع عودة هل فيه شكل مختلف ولا أنا بحثنا هي نفس النتائج اللي كانت مع عماد النحاة ما فيش تغيير كبير يعني كابتن عماد طبعا نجم كبير وأخويا كبير وكابتن محمد عودة الراجل محترم لكن أنا شايف اللي ما فيش يعني ما فيش إضافة عالية يعني ما شفناش ضجة قوي ما شفناش حالة حتى اللعيبة في الملعب الأداء يمكنني آخر مرة كنت بحل المباراة للمولين في إحدى القنوات برضو قلت نفس الكلام ما فيش يعني ما فيش الواو بعد كابتن عماد لا يعني ما شفناش الأمور عادية يعني الاتنين يعتبر واحد ما فيش مشكل M-B ماشي بشكل جيد أعتقد في وسط الجدول مع كابتن حلمي الدنيا يعني طول عمر M-B عارفة كابتن طول عمر M-B حتى وإحنا بنلعب مع اختلاف الأجيال طبعا M-B دايما ايه تلاقيه هو راضي بالخامس راضي بالمركز السادس لو دخل المربع فترة تلاقيه لا هو بيروح راجع مركزين ثلاثة فهو دايما M-B ايه هو عارف مكانه فين نادي كبير وعنده بيجيب لعبة كويسة وعنده إمكانيات مادية شركة طبعا محترمة وعندهم استقرار وديه أهم حاجة في الكورة فهم عارفين عايزين ايه عارف يا كابتن انت لما بتبني بفريق في بداية الموسم او بتعد فريق ببداي فاضي انت عارف انت عايز ايه عايز عارف في نص الجدول عايزة بقى في المربع عايزة أاخد دوري عايزة نافس فهو M-B عارف طموحه ايه وعارف خطته اللي ماشي عليه ايه وبالتالي كابتن حلمي طولان بيقعد مع الإدارة وديه ميزة في الكابتن حلمي فعارف دنياتهم ايه وبيبقى ماشي على نفس النهج بتاعهم فهم يا كابتن نعم فهو الراجل راضي بالموقف اللي هو فيه وانا شايف اللي ده حاجة كويسة طبعا سموحه مع أحمد سامي بشكل مختلف لأ نجي نتكلم بقى على سموحه لأ شابول الكابتن أحمد سامي بحيي الكابتن أحمد سامي من المدربين المحترمين الشاطرين جدا بيذاكر دايما بحيي هاني العجيزي أخويا وحبيبي بحيي صلاح أمين بحيي كابتن أحمد ناجي طبعا عمل شغل كويسة قوي مع الهاني سليمان وده باين في مستوى الهاني سليمان لأ سموحه بشكل عام لأ دلوقتي كل الفرق بتخاف منه وبتعمله ألف حساب والفرق كبير وشوفنا كلنا المباراة الأخيرة معنات زمالك أداء ونتيجة ومفيش رهبة عند اللعيبة لأ الكابتن أحمد سامي ديوم ثقة كبيرة جدا وأنا يا كابتن إسلام كمان هتترك لنقطة اللي أنا هبقى زعلن لو كابتن أحمد سامي ميشي الفاتر الأخيرة دي في السوشيال ميديا والأخبار وكده يعني يتردد اللي كابتن أحمد سامي ممكن يمشي وجايله كذا عارض أنا شايف اللي لو كابتن أحمد سامي ميشي من سموحه سموحه يعني هيبقى مستوى غير دلوقتي لكن الاستقرار اللي هم فيه دلوقتي أعتقد ده نتيجة جهاز فني محترم شغالين في هدوء ما بنسمعش مشاكل ما بنسمعش مثلا ليوم مكافئات ليوم مستحقات ما بنسمعش دوشة عارف فيه فرقة كده تلاقيه إيه ماشي جنب الحيط بتعمل في صمت فاهم يا كابتن لكن ترشيح أحمد سامي للمنتخب الأولمبي ده اللي احنا سمعناه أنا عارف اللي ترشيح لكابتن أحمد سامي المنتخب أنا بتكلم طبعا المنتخب أي منتخب ده منتخبات الوطنية كلها على دماغنا يعني ما حدش يقدر يتأخر بس هي بتكلم على سموحة نفسها اللي هو يوم ما يمشي ممكن يحصل هزة في سموحة فاهم يا كابتن فوجود الاستقرار الموجود ده لو فضلوا ماشيين عليه كده لا سموحة تبقى في حتة تاني بيرامدز كان ممكن يبقى أفضل من كده في النتائج بيرامدز كانوا الفترة الأخيرة قبل كابتن إيهاب جلالي ماشيين في الاتحاد في الكونفتراني ماشيين كويس كذبوا كذبوا النهاردة اثنين لا هم يعني هنا بقى اللي كنا بنقول إيه زي بين الكابتن عماد والكابتن محمد عودة لا أنا شايف الكابتن هاب جلالي لما مسك برامز لا فيه نقلة فيه نقلة فيه اللعيبة فيه احترام كبير جدا عارفين قيمة المدرب تحس المدرب اللي قبل كده الأجنابي اللي كان مسكهم لا اللعيبة مش في دماغها اللعيبة ما شاء الله طبعا فيه إمكانيات عالية جدا بيتوفر لهم لبن العصفور هناك عقود عالية جدا أكوأ يعني فيه عقود أكتر من أندية كبيرة في الدوري فنجوم كلهم نجوم كلهم لعيبة دوليين لعبوا في منتخة مصر يعني ده منتخب أنا دايما بسمي فريق برامز باللعيبة اللي فيه لا دول ده منتخب مش نادي فلما يجي لهم حد بحجم الكابتن إيهاب جلال شخصية محترمة وبيعرف يتعامل نفسين كويسة قوي مع اللعيبة وعنده شخصية كمان مع اللعيبة إمتى بيهزر إمتى ما بيهزرش إمتى بيركز فأنا شايف فيه اختلاف مع كابتن إيهاب جلال في برامز وأنا متوقع لبرامز في الدوري كمان هيبقى الموضوع محترمة مين الأقرب للدوري السنة دي؟ لا إحنا بص مهما نتكلم يا كابتن لا يعني ما هيفضل الأهلي والزمالك هما دايما أنا كنت أتمنى اللي يبقى فيه دايما الفرق الشعبية تيجي ولي عندهم جماهيرية ونفسنا بقى نوصل زي الدوريات اللي بره ما تعرفش مين اللي هيقوا الدوري لكن سيظل النادي الأهلي هو بطل الدوري أنا متوقع والنادي الأهلي مش هيفرط في الدوري فدايما الأهلي والزمالك هما النفس الطويل زي ما بيقولون دايما فيه فرق كابتن إيه؟ تكسر الدنيا وبعدين ييجي إيه؟ في الأسبوع مثلا العاشر الحداشر في الدوري شكرا بتلاقي إيه؟ يبدأ إيه؟ يرجع لورا كذبت قوي ثلاث متشاط وبعد ذلك راحوا فين؟ نزلوا دايما شوفنا المحلة فترة من الفترات بيبقوا مثلا أول تاني تلاقي الناس كلها بعد ذلك بتلاقي فين؟ تامن وتاسع وعاشر النفس طويل الدوري عايز النفس الطويل فدايما تلاقي الأهلي زمالك الفرق الكبيرة لإسماعيلي لما بيرجع الفرق الكبيرة دي هي اللي هتوصل فأنا شايف يعني أهلي زمالك بيرامد السنة دي فلكن طبعا سيظل النادي الأهلي بطل الدوري يا رب دايما يظل النادي الأهلي بطلا للدوري خلالنا نطلع فصل أخير ونرجع نكمل بقى شوية ذكريات كده مع النجم المعتزين لو حسأل إينو أحلى جون جبته إيه؟ وإنت بتلعب مع النادي الأهلي أحلى جون جبته إيه؟ الزمالك لا أسأل جون الزمالك تقريبا أنا كنت بلعب وطلعت فكنت تقريبا ماتش السوبر ماتش السوبر عسى بص دايما كابتن اللي يجيب هدف يعني في ماتشات القمة هذي اللي بتفضل دايما في الأزهار فالناس دايما ما بتنساش حتى لغاية دلوقتي في مباريات الأهلي والزمالك اللي دايما بتيجي دايما في الاستوديوهات ودايما بتطعيرت دايما بيجيبوا مباريات القمة فدايما تلاقيه أبقعد مثلا كده بتفرج مثلا بستاني الماتش الأهلي مثلا الكمة فتلاقيهم مثلا إيه فجأة كده ألاقي الجن بيتعرض من ضمن فدايما هو ده اللي بيفضل في الأزهار عند الناس دايما بتفتكره غير بقى الحمد لله اللي هو جون حلوي يعني شكله حلو طبع قبل الماتش ده إيه نوع انت نزلت تاياقلي ولا كنت بتلعب ولا كنت راجع من إصابة كنت مصابه كان مستر مانول ما كانش بيلعبني الفترة دي وبدأ يديني واحدة واحدة فأحنا كان كابتان أحمد حسن جاب جون وبعدين أنا جبت الجون الثاني جون المكسب يعني الحمد لله بس كان كمان هو مستو اللي هو جون شكله حلو وعطاير وما كانش متوقع كله متعود اللي هي إيه وهي نزلة هتوقف هتوقف فأنا خدتها على طول في رسطايم وفي وقت قاتل كانش قاصده ماشي لا لا ده أنا ما كنتش بأعمل اللذي اللذي بس ده أنا يعني أنا في حياتي كلها معروف اللي ينو الشوت دايما كان كل واحد يعني كابتان إسلام مثلا معروف اللي كان الكروس بتاعه مثلا بيجي مزبوط على راس الفروت مزبوط فيه واحد مثلا دايما تلاقيها مهاري بطريقة مهاري واحد مثلا سريع بتلعب له في المساحات واحد شويت فأنا الحمد لله كنت يعني متعود اللي أنا بشوت كتير وبجيب كل أهداف يعني أنا كنت بلعب في نص ملعب وهافظ فندر بس اللي فرق معي أنا عن لعبت النص ملعب اللي أنا كنت عندي الحتة الشوت الشوت كويس وكان ربنا بيوفقني فيها فجيب أحرصت أهداف كتيرة يعني أكتر اثنين ديفندرات مثلا جابوا أهداف كنت أنا وحسني عبد الربو مثلا أعتقد يعني كده عشان حسني كان عنده حتة الشوت وإينو كان عنده حتة الشوت النهاردة ما عادش حد بيشوت وأنا حزين في الدوري أعمد حسن طبعا ايه وكابتان أحمد حسن بس كابتان أحمد حسن تعرف عشان على طول الكوركت بتبقى في رجله على طول الكورة بتاعته يعني إحنا كنا بنلعب بكورة وهو كنا بنلعب بكورة خلينا كلامك صحيح خلينا نشوف كلام إينو هل الناس فاكرة لسه كونده أو لا نتلع نشوف الكلام ده ونرجع نكمل مع حضراتكم يعني حياتك كلها عندك صورة مع ميسي كيف هي؟ انت كده تبطل يعني عارف اللي هو إيه لا والكبري اللي خدت كبري منه كمان انت اللي خدت كبري أنا ما نهاريته ضرب فهو راح معاقبني عاقبني بإيه؟ راح مديني كبري عملت معي إيه أنت صحيح للماتش ده؟ لا أنا أصلا في المحاضرة من أول ماتش لما كابتان حسن بدري هو بيقول للتشكيل فقال لي أنت هتمسك ميسي فطبعا اللعبة كلها أنا أمسك ميسي أحسن لعب في العالم ده أنا بس أتمنى وكان لسه صغير كمان ده كان لسه أهو ده ما بيكبرش هو تروامر صغير فطبعا تمسكه ازاي ده فحصام عشور كان قاد جنبي قال لي أحسن حاجة عدو أضرب فيه حصام عشور علاك أضرب فيه؟ قال لي أحسن حاجة عدو أضرب فيه فطبعا عدت تفكر هتعمل ايه؟ هتوقفه ازاي؟ ده كل كورة وبعدين سريع قال لي دايما بتنزل تريند على السوشيال ميديا اللي أنا وانا رايح بزعقله كان في الأردلية هو كمل فيه يعني هو كمل فيه خلاص بقى تخنق بقى ده راجل متأمن عليه بملايين الملايين فانت ميني عشان تضربني كده؟ ممكن كنت تعوره بس أنا مش بضربه يعني انت عايز تاخد الكورة؟ اه بس على الأقل لا أوقفه يعني أنا عايز بس ايه؟ أوقفه عشان هو قال ليكش حاجة كده؟ فأنا روحت له بقى قلت له بس كده؟ بس رح بعدها على طول رح معاكمني وراح مديني كبري وخلي بالك ده وسام على سدري كبري مسي ده يعني لما مسي أنا على الفكرة بعد الماتش رح توتصورت معاه يعني أبدا بعد الماتش رح توتصورت معاه بس اللعيبة كانت مستنيت شرت بتاعه بس هو روح يعني طلع من الملعب كان مخنوق بعد الماتش مخنوق ليه؟ مخنوق من الضرب من الضرب بس بس طبعا مسي نجم كبير يعني شرف ليه إلا أنا طبعا لعبت معه في يوم الأيام وسيظل هو حصل لعب في العالم لا لا طبعا ده حكاية طبعا هتعمل معي واحد زي ده هتعمل معي الكابتو حسام قال لك يمسكه خلاص بقى لا وبركات بقى من بعيد بركات كان قاد بعيد عني شوية قال لي ده بس هينفوخك ده والله بتعب بركات بقى كان من بعيد عمال بقى ايه عارف يغزني بقى أبرز ذكرياتك مع منويل جوزي مع بعركات مع ابو تريكا مع جمعة معاك انت شخصي لا انت عارف يا كابتو حسام طبعا كانت المعسكرات بتبع عاملة ازاي وكل اللي بيحصل في القوض ايه والناس كلها يمكن عارف احمال ايه اللي كان بيحصل احدش عارف انا ما عارفش انت ما تعرفش اللي كان بيحصل ليش دعو بلاش اقول علاو بلاش اللي كان بيحصل في قضيتنا اللي كان بيحصل في قضيت كونتو احنا كنا بالنام بدري ايه صح من الساعة 7 سبعة لا يعني بيبقى انت عارف المعسكرات والسفريات بتبقى لازم تعدي الفترة دي فبنهزر بنتجه بقى للالعاب بنجيب اكل يعني بنعمل حاجات كتيرة بس احنا كان الشلة بتاعتنا كانت اوفر شوي مين بقى يعني احنا في مرة من كتر ريزار كسرنا الفندوق انت كنت بتقول له هنا دي اللي بتقول له وط وط دي هو بقى ايه بعد ما وقع فراح مكمل فيها رح تراجع له بقى انا برضو كنت عايز اخد اللقطة كنت عايز اخد اللقطة اللي عارفها وط فقلت له وط لا فطبعا كنت انا وحسام عشقور ومحمد سمير دلوقتي مدافع المقاولين واحمد عادل واحمد صديق وشديد واحمد السيد يعني كل الناس العجيزي كل الناس دي يعني كنا بنعمل حاجات يعني حلوة وباحترام برضو بس مش في كل قوان انت عملت فصلة عشانت اكتر واحد عارف فكتت الامور بتعدي مش نازم ما نخدش فتفاصل اه كان بتعدي يعني ايه الفرق او ايه الفرق او ايه الفرق منو الجوزي عن اي مدير فني تانية شخصية بيعرف يتعامل مع اللعيبة ازاي عارف امتى بينزلك انا في مرة يعني اتذكر كنت راجع برضو من اصابة وكان وزني زايد وما كنتش بالعب خالص من الرباط صليبي لما سفرت المانيا عملت الرباط صليبي ورجعت فان كنتش بالعب خالص فكنت بعيد عن دماغه يعني الفرق ماشي كويس وكان بتكسب فجأة راح ملعبني ماتش الزمالك واحد سفر تعفلافيو في استاد الكايرا فانت قاعد في المحاضرة حتى ما كانش مبايين قبلها في التمرين ففجأة رحت لقيت نفسي في التشكيل حتى انا قلت ده تلغبط اوالله انا فتجرت تلغبط نزلت عملت حسا ماتش وكسبنا واحد سفر فهو عارف امتى بياخد منك مستوى كويس عارف بيتعامل مع اللعيبة كبيرة ازاي عارف امتى بيهزر عارف امتى بيقفش وعارف امتى بيخليك تطلع كل عنده ويا ويهلك بقى لو عامل ماتش وحش فاكر انت تقف ورا كنت استخبه يجيبك برده هيجيبك برده هيجيبك هيجيبك لو واحد عامل ماتش تقف ورا اللعيبة كده بس هيجيبك هيجيبك هو بيبقى جاي مرتب يعني انت تبقى جاي أصلا التمرين هو جاي من مرة واحد إسلام اتنين زيرو الإسلام مساء اتنين زيرو اول ما اقولت زيرو زيرو انا مرة خدت اتنين زيرو كلنا كلنا حتى ابو تريكا ابو تريكا مرة فهو كان بس انا يعني كون اللي يتعامل مع الجلدة والاسماء دي يعني لما تتكلم كابتن اسلام الشاطر احمد فتحي ابو تريكا جلبرتو براكات واق الجمعة الحضري اينو حسام عشور محمد شوقي عماد متعب لا يعني عتاولا محمد ناجي جدو شادي محمد حسام غالي حسام غالي لا يعني الموضوع يا كابتن كان انيس بوجلبان معانا حسن مصطفى لا يعني جيل الناس اللي برا كان فيه ثلاث فرق يا كابتن فاكر انت يعني ما يقول له سكور الناس اللي برا للمعسكر فرقة تانية تلعب عادي جدا تلعب عادي جدا فكون اللي هو كان مسيطر على المجموعة دي كلها وبرضه باحترام وتاخد بطولات واللعيبة راضية حتى الناس اللي بتبقى برا مع عمرنا ما شفنا واحد عمل مشكلة عمرنا ما شفنا واحد شوح ولا اعترض ولا طلع في سوشيال ميديا ولا في اعلام تكلم فكون اللي انت عامل يعني اللعيبة دي كلها لاممها كده حواليك لا ده نجاح طب انو شرفته نوارته سعيد جدا بتواجدك معايا النهاردة وان شاء الله يعني تروح للي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه خلال الفتر القديم وان شوفك في افضل الفرق ربنا خليك كابتن وشرف ليه طبعا لما موجود مع حضرتك وانت كنت وحشني جدا على فكرة انت عافي انت اخواتك كبير وبتمنى لك كل التوفيق بابا سعيد لانا دايما بتفرج عليك على فكرة وبابا سعيد بيك دايما بشكر كل فريق الاعداد سعيد لانا موجود في قناتي النادي الاهلي قناتنا كبيرة وبيتنا كبير بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تلقر تاني وبتمنى لانا ماكنش ضيف تقيل على المشاهدين لا اعتقد ان انت كنت ضيف خفيف جدا جدا على جمهور النادي الاهلي ان كل جمهور النادي الاهلي بيحبك انا بشكرك شكرا جزيلا النجم معتز اينو كان في ضيافة البيت الكبير النهاردة وكان عادة الحقيقة كل اسرار عندنا اسرار كتيرة جدا بس ان شاء الله نجيبه حلقات قادمة يحكي لنا بقية الاسرار وايه اللي كان دايما بيحصل انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير ما تنسوش ان بكرة بنبقى او بيبدأ البيت الكبير في تمام الساعة 11 اشكركم واشوفكم على خير